موسيقى حياكم الله في بودكاست جولة مع بدر الأسكر موسيقى حياكم الله في بودكاست جولة واليوم جولتنا سياحية مع الرحال يوسف الراشد حياك الله سيد يوسف الله يحييك يا أخوي بدر أمسي عليك ومسي على السادة المستمعين الله يعطيكم العافية الله يعافيك سادة يوسف عرفنا عن نفسك الجمهور أخوك الصغير يوسف الراشد من الكويت أنا هاوي استكشاف دول سياحية غير معروفة على الخرطة السياحية الناس تتميني الرحالة ولكن مصطلح الرحالة هذا مصطلح فضفاض يعني صراحة نطبق عليك رحال ماشاء الله عليك زر دول محدزارها يعني شوفك في اليوتيوب رحت دول ماشاء الله نائية جدا وسمعتها جدا سيئة والناس تخاف تروح لها ولكن ماشاء الله لقيناك تظهر جمال هذه البلدان ونبي نعرف المميزات والعيوب في هذه البلدان والأمور اللي صدفتها في هذه الرحلات ممتاز بالبداية أنا أحب أعطيك مثالة على الدول اللي أنا زرتها اللي هي يسمونها الدول الغير احتيادية أو الغير معروفة على خارطة السياحة هي دول معروفة على مستوى العالم طبعا ولكن غير معروفة السياحين أو الناس اللي تتوجس أنه ممكن تسافر لها تم من ضمن الدول هذه أفغانستان باكستان بنجلادش اليمن إغترية سوريا العراق كوريا الشمالية الصومال وعندك أيضا غينية الاستوائية غينية الاستوائية طبعا مصنفينها أنا أقل دول زيارة على مستوى السياحي بالعالم هذه أصل الدول محد يفكر يزورها صراحة زين السادق شنو أفضل بلد من هالبودان اللي بإمكانك أو ودك تزورها مرة ثانية بالنسبة للسؤال هذا هذا أيضا السؤال أنا شوفه فضفاض وسؤال مفتوح لأن كل دولة منها الدول هذه لها مميزات لها جمالها وثقافتها الخاصة ما أقدر أقول لك والله هذه حلوة وأغفل عنها الثانية والله أن كل دولة اللي زرتها لها جمال وطابع خاص يعني ما في دولة من هذه الدول فيها ملاحظات سلبية مثلا المواقف السلبية تحوشنا طبعا لا ما نبي مواقف نبي نبي كحكومة وشعب حلو للأمانة إذا أنت تصرفت كتصرف سليم ما احتكيت يعني ما دلشيت والله مناوشات ما دخلت مشاكل مع أهل البلد شي طبيعي أن وضعك بيكون تمام يعني والله الحمد لله أنا رح تقريبا تسعين دولة ما تعرضت لمشكلة اللي صارت فيني بيني ومشكلة بين أهل البلد اللي خلاص قلت أنا أنا مالي قعدة بهالبلد هال الحمد لله ايه الحمد لله نزيل رح تليمن في وثناء حرب يعني من كل الجبهات صحيح وشلون رحت ووين رحت ومع من رحت حلو رحلة اليمن كنت مخطط أني أزوغها قبل الحرب وكنت متفق مع أحد الأخوة اليمنين أني أزوغ البلد ولكن للأسف شاءت الأغدار وصارت الحرب وقفروا المطارات المهم قبل سنة اللي هو سنة 2019 قلت لازم أزوغ اليمن بأي طريقة حتى لو أثناء الحرب أنا المهم أني أزوغها يعني كل ممنوع مرغوب هذا فقلت أنا إلا أزوغ البلد هالي فتواصلت مع نفس الشخص اللي كنت متواصل معه من سنين على موضوع رحلة وقال إنه في رحلة رحلة برية ممكن تدخل على طريقة الحدود اليمنية بر من سلطنة عمان تحديدا من مدينة صلالة تدخل على حدود اليمنية بر ومن ثم إذا تستكشف الجزر اللي فيها في طيران طيارة أسبوعية تطلع من اليمن طيارة أسبوعية من اليمن إلى وين؟ إلى الأماكن إلى المدن الداخلية باليمن يعني من مدينة اسمها سيئون تقع في حضرموت اليمن إلى جزيرة اسمها سقطرة وحضرموت هذه مع سلطنة عمان قريبة من سلطنة عمان؟ لا طبعا من قريبة سؤال منه شلون دخلت وشلون طرت ووين رحت حلو ممتاز في البداية طبعا خطت مع صديقي اليمني على غحلة ومن ثم بلغت واحد من الشباب هنا بالكويت قلت لنا ها تي معا اليمن قال لي يلا فتوكلنا على الله وطغنا إلى مدينة صلالة جوا ومن ثم قعدنا ليلة هذا في 2019 2019 شهر شهر ثلاثة قعدنا بصلالة يوم واحد غيحنا فيها ومن ثم خذينا تاكسي من مدينة صلالة إلى الحدود اليمنية وبالتحديد اسم المنفذ منفذ المزيونة منفذ المزيونة هذا طبعا طريج كم ساعة طريج ساعتين ونص وما قال لكم شي رائد تاكسي يعني ما سألكم ما استغربوا ما عندكم رايحين قلنا الله والله سياحة ماقولها نالي والله بالمهم في يوم وصلنا لحدود شافوا أن الأخوة اليمنيين بالمنفذ طبعا كانت الإجراءات بالنسبة للمنفذ العماني سريعة المنفذ اليمني شوي طولنا فيها شو عندكم يا عين هل أنتوا تابع استخبارات؟ هل أنتوا تابع جيش؟ وقت حاربا بعد؟ ايه فقلنا لهم والله احنا شذي شذي حتى وغيناهم الصفحة تابعة للإستقرام وبلغناهم لنا احنا حدفنا السياحة حدفنا الاستكشاف فالأخوة اليمنيين اللي بالمنفذ ما قصروا وضيفوننا عندهم شغبوننا قهوة وقعدنا عندهم سوالة بالمنفذ هذا في مثل ديوانية بالمنفذ قعدنا عندهم استعنات سوالة سوالة وشفنا السائق الخاص اللي راح ياخذنا من الحدود اليمنية متفقينوية متفقينوية معه فخذينا درب من منفذ اليمني المزيونة هذا منفذ المزيونة المسمى العماني خذينا درب من المنفذ اليمني الى مدينة سيئون 14 ساعة ما نمتوا بالطريج احنا طبعا نمنا بالطريج ولكن اخونا ما نم اليمني بتقول لي ليش وشلون شوف الشغلة اللي بقولها هي جزء من الثقافة اليمنية في اخوة يمنين يتقبلونها في اخوة يمنين ما يتقبلون الشيء هذا حلو وطبعا أنا الشي اللي بقولها هذا طبعا مو المقصد مننا الإساءة لا طبعا هذا في نص تعتبر ان هذا ممكن جزء من الثقافة اليمنية الا وهو القات فاخونا هو من مناطق الشمالية في اليمن المناطق الشمالية باليمن ما اقول انا طبعا ما بيعمم ولكن هم يحبون يعتبرون جزء من الثقافة اللي هو التخزين القات وحتى في لهم جلسات وحتى في جمعية جمعية تبع القات تبين لك شنو شنو هو القات وشنو هو مزايا ولكن في في نص يعرضون الشغلة هذي اللي هو القات لانه ممكن يخرب الأرض ويعتبر مصرف فاخونا اليمني خذ القات والقات في نسبة كافين كبيرة فما شاء الله عليه 14 ساعة بقمة نشاطة وطبعا هو أنا مقاعد أشجر عبر هذا المنبر اللي أنا أقول حق الناس يلا خز نقات لا ولكن في ناس للأمانة أعراب الصحية سيئة سيئة هو مادة مضررة مادة مخدعة طبعا ضد القوانين الدولية وممنوعة في خارج اليمن طبعا الآن يوم وصلتوا المدينة اللي أفوش اسمها سيئون سيئون في حضرمون محافظة حضرمون اسم مش عربي ولا اي لا اسم عربي اسم عربي شيدل عليه من المدن العريقة باليمن حضرمون اليمن سيئون مدينة قديمة سيئون سيئون اي وعندك من ضمن أيضا المدن الموجودة في حوالي سيئون مدينة اسمها شبام مدينة اسمها تغيم هذه الأسامي يقال انها أسامي ترجع إلى عهد النبي نوح على ما اعتقد أسامي جدا قديمة واليمن بحد ذاتها دولة عريقة طبعا يمن كلها تاريخ قعدنا في مدينة سيئون تقريبا أربع أيام شفنا مدينة سيئون شفنا مدينة اسمها شبام فيها ناطحات سحاب من الطين ما شاء الله هي طبعا حتى تسم فيها فنادق فيها فنادق فيها فنادق كثيرة في عندك أيضا مدينة اسمها تغيم مدينة تغيم هذه أيضا من ضمن محافظة حضرموت مدينة تغيم فيها معهد أو جامع الدراسات اسلامية الصدمة أن في أثناء الوضع الحالي في اليمن شفنا ناس أجانب من أستراليا من بريطانيا شغالين بسياحة شغالين دراسة في هذا المعهد معهد اسمها دار المصطفى دار المصطفى يدرسون علوم اسلامية وشرعية ما شاء الله مسلمين أجانب مسلمين مسلمين كلهم ما شاء الله ويحتكفون به المكان المكان هذا طبعا مثل جامعة يأخذون فيها علوم شرعية مدتها أربع سنوات ويأهلون أنه ممكن يكون مفتي ممكن يكون إمام إلى آخرة ما شاء الله مكان جدا جميل ما شاء الله زين بعد ما قاعدتوا في سي اون صحيح سي اون أربعة هيام ماذا يعجبكم في البلد الذي تقولون فيها أربعة هيام حلو اللي يعجبنا أنت بس تمشي هل مخططين تقولون أربعة هيام ولا جت احنا مخططين ليش مخططين على توقيت الطيارة اللي بتطير من سي اون إلى سوقاترة جزيرة سوقاترة لأن الطيارة الطير طيارة واحدة بالأسبوع رحلة واحدة أسبوعية فقط حمام فشي اللي صار اندمجنا مع أهل البلد طبعا انت عارف الأكلة المندي فهنا بالكويت نستنس عليها مهم بالنسبة لنا فما بالك عند أهل اليمن يعني مو سعودية لأكلة المندي أكلة المندي أكل يمنية لا ايه نحن نتعرف نالحب السعودية السعودية اللي يسوي لك المندي مطاعم يمنية ايه صح صحيح ايه السعودية مشتهغة بالكبسة صح ايه هذه معلومة عدتوني سفيت منها ايه وعندك أيضا المضبي المضبي اللي هو يطبخ لك اللحم على الجمر على الحجر على الحجر بل الكويت ما يسوونها لأنها متعبة بس باليمن ما شاء الله شقنا لي المضبي عليها طلب ايه ما يحضرني والله اسمها عندك في عصير معروف اسمها رايسي مثل خطط كوكتيل عندهم بعد عندهم مثل عندك الأكلة والله نسيت اسمها فيها مثل مثل حميسة لحم مع فاصولية هذه نسمحي بكلم مقلقل على مقلقل ايوه وعندك الخبز الخبز ملوح ايه هذا ما شاء الله خبز خفيف الطق مع هالحميسة ما تدري هو خبز إيراني ولا خبز ايه ما شاء الله صدق الخبز عندهم يعني خفيف وما تحس أنه ثقيل على المعدة فتاكلتها ايو الله ما شاء الله بل عافية ما عملتهم عملتهم ريال يمني ريال يمني كم يعاد الكويتي كم يعاد مشكلة لأن العملة تقريبا ولا ما تعلم والله ما أذكر ما أذكر ما أذكر والله وطرت من سي اون ايه إلى من سي اون إلى جزيرة سقطرة تمام حلو يوم طرت جزيرة سقطرة أول ما وصلنا طبعا الجزيرة هابية عليها لغط حاليا وعليها مشاكل في الوقت الحالي عليها مشاكل سياسية بس يتقع في الجنوب ولا الشمال ولا تقع في الجنوب وتقع في بحر العرب ما بين اليمن وما بين الصومال وموقعها جدا استراتيجي عند مدخل بحر الأحمر يعني عند مدخل بحر الأحمر وعند محيط الهندي وعند بحر العرب فموقعها جدا استراتيجي والجزيرة بكبرها هذه سقطرة مصنفة من يونيسكو جزيرة كاملة تعتبر محمية وطنية هذا يونيسكو مصنفينها وجزيرة وأحد الصحف الأمريكية صنفت هنا أجمل جزيرة بالعالم ما شاء الله هي ليش ليش في عليه اهتمام كبير الجزيرة هذه طبعا حتى الأجانب علماء النباتات وعلماء الحيوانات وغيرهم على طول تلقاهم بالجزيرة وأنا موجود بالجزيرة أشوف أجانب مسياح علماء يبون بس يعرفون أصناف النباتات والحيوانات الموجودة كل مرة قاعدين يستكشفون شي جديد بالجزيرة في فصائل النباتات وحيوانات غير موجودة بأي مكان بالعالم إلا بها الجزيرة سقطرة أنا أول مرة أسمى فيها صراحة ايه سقطرة يعني جميلة فيها الجزيرة هذه بالأساس يعني في لها أعثار قديمة من أيام الاستعمار البرتغالي وعندك وراحت حق السلطانة عمان من زمان هذا الكلام وبعدين انتقلت إلى المملكة العفر على ما أعتقد اسمها العفر؟ العفر 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 اللي هم موجودين في أفريقيا تبع أريترية وإثيوبيا هذه المتاة يعني قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة لا أقل أقل من 100 سنة بعدها انتقلت إلى اليمن بسر فيها سياحة هذه فيها 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 سياحة بس سياحة قليلة ما فيه فنادر ما فيه شيء فيها فندق واحد هي كبنية تحتية سياحية ضعيفة ولكن هي على الصعيد الآخر المدينة العفر الجزيرة جدا جميلة فيها طبيعة فيها الخضار فيها الهواء العليل عندك البحر وحر الشفاف يعني احنا على طول نتداول بالمؤساء التواصل على طول نشوف الصور هذه البحر الشفاف فيه اليونام وغيرها من الدول مالديف بس عندنا كنز كنز عربي موجود عندنا قريب منه ما يبعد ساعتين عن الكويت المكان هذي تشوف ما شاء الله شونه البحر دلافين وعندهم حيتان وعندهم سلاحف وعندهم طيو قريبة وين الإعلام لما كان هذا هذا هو للأسف عندنا للأسف في الدول العربية بشكل عام الهيئات السياحة ضعيفة بالناحية تنقل المعلومة حق أو ترويج السياحة حق السواح عندنا في الدول العربية ضعيف عندنا كنوز يمن فيها كنوز تاريخية وسياحية جميلة يعني هذي سقطرة ممكن تقلبها كأجمل جزيرة وتلقى للسواح العالم كلها هتي على هالجزيرة هذي يعني حتى لما صورتها وغطيتها باليوتيوب أهل اليمن نفسه من صدمة منها قالوا هذي معقولة هذي في اليمن إذا هو نفسه أهل البلد مصدوم أن بلده فيها شذي يعني هل أظرموا تستغربوا أن عندهم سقطرة والله مستغربين هم يعرفون أن في جزيرة سقطرة بس ما توقعوا ما يدونون وين هي يعني وين يدونون أنها بهالجمال هذي ما شاء الله أي فقعدنا فيها تقريبين أسبوع كامل استمتعنا فيها رحنا كهوف أسبوع أسبوعي ليش؟ ليش أسبوع؟ لأن مالها طيارة ما في رحلات إلا أسبوع رحلة واحدة أسبوع ما ليت بهالأسبوع هذا؟ والله العظيم ودك تنطرس الطيارة اللي بعدها الرحلة هذه مات العودة تروح علينا وقعد أسبوع ثاني ما شاء الله شفنا سائحة هولندية موجودة هناك قالت أنا صار لي أنا صار لي أسبوعين في في سقطرة ومضطغة أني خلاص أرجع هذا مضطرة؟ مضطغة لأن الفيزا تبعها أسبوعين زين يعني الواحد لما يروح مثلا أنك أسبوعين ثلاثة يتقبل هالأمر هذا صحيح بالفندق أو أين ينام؟ طبعا نحنا قعدنا بالفندق تقريبا ثلاثة أيام وباقي الأيام كنا نسكن بخيمة المثل اللي هو التخيم وين؟ نخيم في مناطق حول السقطرة نفسها سقطرة تقريبية على الشاطئ؟ على الشاطئ وفي مناطق جبلية عندهم نمنع الجبل هم عندهم في شجرة معروفة عندهم أهل اليمن يعرفونها اسمها شجرة دم الأخوين الشجرة هذه تعتبر من أقرب الأشجار بالعالم لماذا؟ لأن في الجذع نفسه إذا كسرته يطلع منه ساء الأحمر فيقال يقال يعني هذا حسب الروايات والأساطير أن قابيل وهابيل كانوا في هذا المكان اليوم الحادثة صارت فهذه الشجرة ترجع كأصلها إلى هذه الحادثة يقال يعني الله العالم روايات روايات أيوه فالمادة هذه الساء الأحمر اللي يطلع هذا وفي مواسم يطلع بودر بودر الأحمر المادة هذه تستخدم كعلاجات طبية كبيرة يستخدم شعبية طبعا شعبية عندهم هذا الحوائل الحواج العطار يبيعه هناك يستخدم لعلاج أمراض المعدة القرحة يستخدم للأمور التجميلية للنساء علاج البشرة أمور كثيرة تستخدم طبيا في نتاج في نتاج فعلا الشجرة هذه حاولوا العلماء أن يستزرعونها خارج اليمن أو خارج الجزيرة للأسف قاعد تموت ما تطلع ثلاث تلاف سنة هذي على ما تطلع بالضبط غابيل وغابيل والشجرة هذه تعمر يعني تشوف شجرة صغيرة تسأله كم عمر الشجرة يقولك هذه عمرها ممكن خمسمائة سنة وعندهم ما شاء الله أشجار كثيرة منها ما شاء الله فكنا نخيم عند الأشجار هذه وكنا نخيم عند الشواطئ وزيتنا مو فيها بالليلة عادية عادية لمو طيبة وكان الأخوان يمنيين ما قصروا معنا وياكم أحد ولا أنتم صاحبين أخوان من الجزيرة نفسها كان في تنسيق بين أخونا في حضر الموت أو في سيون ونسق مع أخونا في سقطرة وأخونا في سقطرة استقبلنا وضيفنا عنده وحتى كان الطبخ ما الطبخ وهذا كان هو يسويني يضبطنا فيها حتى اتفاجأنا في شغلة هذه نسيت أقول لك يا كنا بالفندق وإحنا طاعين من الفندق الظهر بعد صلاة الجمعة في مسجد عند الفندق صلينا الجمعة وإحنا طالعين من الصلاة رايحين على الفندق لم نبدو لم نطلع عماكن ثانية ولا نشوف الأخوة اليمنيين من دعو عنا في كويتين هنا أوه نسووا احتفالية ما شاء الله وغاق صغفاوا على أعلام اليمن والكويت حطيت المقطع أنا باليوتيوب وكان لها صدى جدا كبير فما شاء الله لو تشوف التحتر وتشوف التعليقات الناس إنه شو نستشفيت من شعب اليمني؟ شعب طيب حبيب غاقي كم عاهدنا يعني اي اي والله فعلا من الشعوب الجميلة والطيبة وغاقية طبعا بهاللحظة هذي وهم قاعد يحتفلون فينا ولا تينا سيارات لاندات ومصفة لاندات مغيمة كلها سوبر داك مغيم نشوف والله الناس اللي قاعد تحتفل فينا هدوننا راهة وحق اللي بالسيارات هذي وقاعدين يهللون فيهم يرحبون فيهم منزل واحد من السيارة وقاموا وكل يبوسون رأسه منو هذا الشخص؟ طلع ان هذا الشخص شيخ مشايخ سقطره حلو؟ اسمه بن ياقوت الشيخ بن ياقوت شيخ مشايخ سقطره شافنا وعلى طول جاننا كان يقول لنا شباب انتم اهل الكويت انا شفت اعلام الكويت قاعد تغفرف فقلت لازم اجيب نفسي وسلم عليكم ما شاء الله ايو والله قال يا شباب باتر عشاكم عندي هو قال اليوم قلنا له والله احنا رايحين طالعين غحلة وشيذي قال له خلاص بكر انتم عندي قلنا له خلاص تم ثاني يوم رحنا له والله صراحة حرجنا بكرامه ما شاء الله ايو والله اعزمنا على حاشي ما شاء الله وعندك هذا عرفت حليب لنياق وعندك حليب لنياق الفرش انا كشخص حضيري اول مرة اجرب حليب لنياق هذا عرفت الي فيه بودر وغوة اول مرة اجربه انا مجرب هني بالكويت بس انا اول مرة اجرب هذا سكة ايوه وعزمنا على الحاشي ما شاء الله العيش نفسه واللي العيش هنسميه اللي هما غز عليه عليه حاشي اللي هو لحم الحاشي وعليه لوبستر ام الروبيان ليستكوزة هذه أكلة عجيبة ايو والله لان سقاطرة تشتهر في انتاج تشتهر عندهم يصيدون اللي هو اللوبستر السقاطري اللوبستر السقاطري حجمه ونفس الحجم اللي احنا ناكله زي انت اكلت اللوبستر او الحاشي اكلت الاثنين ما اطوفهم العافية الله يعافي قلبك واول مرة اجرب بعد اللي هو السنام السنام اللي بعير نفسه اول مرة اجربه فهوانا قاعد عنده يقول لي جربه هذا السنام انا اول مرة اجربه شون السنامه يلا واقع اكله طعمه طعمه جلي على ايه عرفت وانا قاعد عنده قاعدة ابحث بجوجل عن فوائد السنام صلعت له فوائد كبيرة ايه والله طبعا بعد ما ضيفنا وكان عازم عازم وايد ناس بس احنا حطنا في صدق المجلس فوالله يعني هذا كرم انا ما شفت مثله صراحة ايه والله جزاك الخير وبعدها طبعا ايه مثل ما قلتك استكشفنا جزيرة شفنا ماكن حلوة فيها شفنا دلافين في دول تروح له دول دول الاوروبية امريكا تايلند مثلا دول شرق اسيا تدفع فلوس عشان بس تخوح تشوف دلافين ويمكن تشوفها يمكن ما تشوفها هناك احنا شي طبيعة يسموها طبيعة عذراء ما حاجزها تشوف الطبيعة هذي تشوف الدلافين اكثر من 200 دلفين يمنق على يسبح ما شاء الله والله شي شي ما يوصف يعني مناظر ما تشترى بالمال على قولت فعلا وبعد صغطرة اربعة ايام صغطرة اسبوع قاعدنا اسبوع بعدها رجعنا مرة ثانية الى حضراموت طيارة قاعدنا فيها تقريبا ممكن يومين وبعدها طرنا الى الودودنا كنا نروح نطلع على صنعة بس الاسف كانت في مشاكل مشاكل تبع الحرب وغيرها فما قدرنا نطلع تصريح فقط قاعدنا نرجع لكويت لازم تصريح من منطقة لمنطقة طبعا المناطق الشمالية عن مناطق الجنوبية تفرق مناطق الشمالية لازم نطلع تصريح عشان تدخلها وانت وين كنتوا في الجنوبية نحن مناطق الجنوبية اللي من صهب سلطانة امان ايوة حضرموت حضرموت زيد بالطيارة تجم ساعة من سيون من سيون الى سوقاتره تقريبا ساعة تجم كيلو تجم كيلو الله ما بس يعني يعني من الحدود العمانية الى سوقاتره من حدود العمانية إلى سيئون تقريباً فيها 500 كيلو و 14 ساعة 14 ساعة هذي لأن كل شوي قاعد نوقف نقاط تفتيش يفتشوننا والله انتم من ولايين يشوفون جوازاتنا يفتشون يعني ما يمديك تنامي لقاعد كل شوي نقاعد تفتيش وطلعته من اليمن وقعته هني خلصت من رحلتنا في اليمن رحنا إلى سوريا سوريا الحين سوريا ايه سنة كم هذه نفسها بعد رحلتنا باليمن 2016 2016 رحنا دمشق خلو ما شاء الله رحنا دمشق وشون طلعت يعني دايريكت من اليمن إلى سوريا لا رحنا قاعدنا بالكويت يومين ثلاث استخرجنا تصريح وموافقة الأمنية وعطوكم من السفارة السورية ورحنا طولت الجرات هذه لا جرات ما طولت لأن كنا على أساس طبعا تروح السابعة وتقوله بيغدم بالضبط ولكن في شخص عدنا صاحب دار ايتام في سوريا صاحب دار ايتام قال لنا أنا رح اسعالكم بالموافقة الأمنية واستخرجنا بسوريا أو بالكويت لا هو بسوريا تواصل مع السفارة السورية وطلعنا التصريح بس جواز وخلاص بالضبط وصلنا وطبعا فيه تصريح واقع موافقة الأمنية لازم تكون معا ورحت وين الأردن احنا هو الشيء هو تقبل الكويت فيه طيران مباشر إلى الآن موجود طيران مباشر من كويتية لا طيران اسمه أجنيحة الشام من الكويت إلى سوريا إلى الآن شغال وفيه طيران ثاني بعد انسيت والله اسمه توقع توقع طيران السوري فيه خطين طيران يروح هناك شوف الشي اللي صار طبعا هذا موقف يعني موقف هذا المفروض احنا كمسافرين نسافر دول كثيرة مفروض الموقف هذا يعني ما يحوشنا كلمت صاحبي نفسه اللي كان معاي في اليمن قلتنا يلا استعد أنا الحين رح امرك البيت طبعا هذا الكويت رح امرك البيت عشان اروح المطار قالي يلا خذيته من البيت رحنا المطار صفت سيارتي في مواقف المدى الطويل ونزلنا رحنا على الكاونتر تبع الطيران نفسه عشان بي نستخرج البوردنج طاقة الصعود عطيته جوازي جانا يقول حي صديقي وين جوازك ويدو 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 شانا يقولي اوف نسيته بالبيت قلت له اوه لما خلاص ما بقى شي على الطيارة يعني بقى دقائق ويسكر الكاونتر اي طيران طيران اجني حتى الشام هذا طيران سوري تروحون دايريكت انتو دايريكت من الكويت الى سوريا فللأسف صاحبنا ناسي جوازه كان وقتها طيارة فل فما يعني حتى ما يقدر انه يرد البيت ويجوازه ما عنده وقت اساسا والطيران فل فصدفة كان في واحد سوري موجود كان يروحك صديري كان يقوله الله يخليك تتنازلي عن التذكرة انت شذي شذي طيران رايحة عليك تتنازلي عن التذكرة وانا بشتريها الحين من الطيران فقال خلاص دام دام انا ناسي جوازي وطيران راحت علي يبوا هاك روح اشتري التذكرة فنفس الشخص السوري راح الكاونتر وشرت تذكرة بلغ الطيران وشرت تذكرة الحين ضليت انا بروحي سين ما جيتك مخاوف شوي لا لا السفر الوحداني هذا مجربة ماشا اي ونت معزم تروح اي انا قلت له على قولتنا وياك ولا بلاياك عالي رايح رايح فالمهم فوي احنا طالعين من الكاونترات شانا اقول حق صديقي قلت له يا الحبيب انت جوازك اخاف بالجنطة الكبيرة ها مش يقول لي لا لاي شون في واحد يحط جوازه بالجنطة قلت له افتح الجنطة خينشوفه فتح الجنطة ولا الجواز موجود مع الملابس يا الله يعني هذا المفعول يعني هذا احي انتنازل عن تذكرة ها الله خلاص وتنازل عنها رجعنا على طول على الكاونتر قال للأسف خلاص بعت التذكرة وما عندي فل فانا قلت له قلت له تشوف قلت له انا ما هعلق ولا ه هضحك عليك انا بامشي عندك الوعد اشوفك باشغ ان شاء الله قال لي خلاص طبعا وانا قاعد امشي قاعد ابحث عن رحلة حقه للأسف حتى الايام القادمة فل ما في يومية طيران يومية طيران ما في توجهت الى الجوازات اختموا على الجواز دخلت داخل المنطقة الحقاه قاعد طالع الوقت في الشاشة ولا عليها تأخير الطيارة السورية فقد ادخلها كل شيء بالطيارة بالمطار على ما يمشي الوقت اغفع راسي اطالع ولا مكتوب النداء الاخير هلو هذي بعد مو مكتوب الرحلة مكتوب النداء الاخير حين توا مكتوب التأخير بعدها نداء الاخير المهم رحت عند الكاونتر ولا لا الحين مكتوب النداء الاخير بس الناس لا الحين يعني الضهر غلطة من المطبعية بالشاشة فالناس لا الحين قاعدة بكراسيها فقلت حقي الموظف تابع الاستعلامات قلت لع الموضوع فقال لي قال لي شوف قال لي هاذا توقع عليه تأخير فس هذي هذي بالسيستم قلت له اوكي رحت قاعدة اشغب قهوة فالشي اللي صار وانا قاعدة اشغب قهوة حين طالع الاخير قديت مرة ثانية وما طولت حتى عشا دقائق وين الناس شنو بالطيارة طيارة طايرة يرحم والدي والله العظيم يعني وقعت حق ولا زالت مكتوب نداء الاخير الشاشة طيارة طايرة مكتوب نداء الاخير قلت له تعال حق موظف طياران مدني قلت له شوف شوف الشاشة قال والله هذا خطأ من السيستم والشيدي انت المفروض تكون موجودا هنا خلاص هذه هذه رسمي رسمي انها خيرة ما تروحون ايه يعني لو انا منك انسل صراح ولا انا عزم قلت ما نغات انا رايح سوريا ماشر فوانا قاعد المطار دقت على صاحبيتنا الموضوع ضحك عليه يعني شوف شوف الموقف اللي صار اوه ما قدر ولا انا قدرت فكلمته قلت لشوف حبيبي انا لازم اروح سوريا قالي شوم تروح طياران فل قلت له فيه طريقة نحجز الى الشارجة طياران العربية ومن الشارجة نروح لبنان ومن لبنان ناخذ سيارة ساعتين الى ثلاث ساعات احنا واصلين دمشق اش قلت قال فوقه بس ماشاء الله فجلزنا طبعا رحلة كانت جدا متعبة لاننا الترانزيت اللي في الشارجة كانت تقريبا عشر ساعات وسكننا في فندق جنب المطار على طول وقعدنا متأخر وبقت طيارة عنه قصة ثانية هذي ولحقنا بسرعة وكان الطياران كان ابعد انت الشارجة في الجنوب فتخيل حننزل من الكويت الى امارات ومن الامارات الى لبنان صعودا وبعدين خذينا سيارة خذينا تاكسي من لبنان رحنا الى الحدود السورية ومن حدود السورية خذينا تاكسي ثاني ومفتوح الحدود والامور مفتوح وغينا الموافقة الامنية وختموا على جوازنا ودخلنا سوريا وطبعا سوريا كانت صدمة بالنسبة لي لان الحياة فيها بالوقت الحالي من وقت زيارتي الوقت الحالي الاوضاع السياسية هادئة جدا اللهم في مناطق اللي هي ادلب اللي حاليا الى الان فيها مشاكل بس الجوازات ما ستنكروا وجودكم لا لا ما ستنكر عادي حياتكم الله تفضلوا بالضبط فرحنا الى دمشق وسكننا في بيت عربي تعرف هذه البيوت اللي مسلسل باب الحارة البيت القديم هذا اللي تشوف نافوه بالناس شون وشون جي استهجرتوا يعني لس شينة على الفيسبوك وهم حجوزاتهم بالفيسبوك فتدخل على الفيسبوك وتبحث عن الفنادق في دمشق في الشام ولقيني احنا البيوت العربية طبعا البيت العربي تكلفته جدا بسيطة وخيصة وشامل الفطار الفطار ماذا يسوي لكم الفطار وهو نفس الفندق يسوي لك الفطور العربي الشامي هو فندق ولا بيت ولا مساجل عن طريق شخص وهو بيت عربي قالبه فندق يعني عارض في بيت عربي قالبه فندق وهما الأغلبية تجد عربية تلقاها وماذا مليلتا مليلتا يعني شي بسيط يمكن خمس دنانير ولا شدي تسوي البيت كل لكم لا قرفه قرفه لك فهو يأجر وغف على الناس الغرفة بخمسة بالضبط والصبح ننزل كلنا نتغيق تحت اللي هو الغيوغ الصح هذا الغيوغ الشامي اللبنة والزعتر والزعتون والحركات هذه أكل ما شاء الله طرق عن أكل يمن يعني كل واحد لا جمال الخاص طبعا طبعا نروح نشوفنا نستكشفنا أماكن جميلة في سوريا حتى الناس وغيناهم شون العيشة في الشام الناس مصدومة أنه لا أخاف أنتوا قاعد تبالغون فتحنا لايف بالإنستجرام لايف الساعة 12 بالليل وقاعد نترنت شغال طبعا شغال الإنترنت فتحنا ساعة 12 بالليل لايف وقاعد نمشي بالشوارع ورحنا إلى مطاعم مطاعم شاوغمة ورحنا كلينا بوضع عربية ورحنا أيضا للجامع الأموي ما شاء الله جامع من أجمل المساجد التاريخية اللي ممكن تشوفها طبعا هذا الجامع الأموي كان بالأساس كنيسة كان بالأسف كان بالأساس معبد ومن ثم صاح كنيسة ومن بعد الفتوحات الإسلامية أصبح مسجد وصلون الأمور مستتباة وما في من الكلام نشوفها في الأخبار مثلا لا لا الأوضاع العامة جدا مستقغة وهادية طبعا في ناس بوقتها ادخلت علي قلتلي أنت قاعد تلمع للنظام السياسي قلت لهم يا جماعة أنا أنا ما أنا شخص سياسي ولا أنا قاعد أغوج بل يقول كلام هذا المتابعين أو اللي يشوفون الصور والفيديوهات على بالهم أني أنا ألمع للنظام أنا للأمانة أنقل كل ما هو أمامي هو ليس تلميع وأنا كاعد أقول لك أن في فعلا في حروب في أماكن على أطراف الحدود السورية إلى الآن موجودة المشاكل ولكن أنا نقلت جانب اللي هو الشعب نقلت الجانب الثقافي وليس ليه هدف أني أنقل أي نظام أو ألمع لأنظمة السياسية لأنني بعيد عن السياسة زين كم يوم قاعدت فيها سوريا قاعدت فيها تقريبا خمس أيام أي شاركنا في حملات تطوعية شاركت بعيدا أي نعم شاركنا ما شاء الله أي لرعاية الأيتام وأيضا في عندك المخيمات المخيمات اللاجئين حملات تغذية حملات تطوعية وغيرها كان لها أثى جميلة والمعيشة هناك كما هي ولا تغيرت المعيشة يعني معيشة صعبة أكيد زادت الأسعار وزادت لا لا الأسعار خيصة بس أهم نفسهم أهل سوريا يعني طبعا بعد هالسنين طويلة هذه من الحروب وضعهم الاقتصادي جدا تعبان السلام اللهم أمين بلاد المسلمين اللهم أمين وبعد سوريا بعد سوريا رجعت الكويت رجعت الكويت كيف رجعت خلاص هنا عندي طيارة رحلة العودة موجودة موجودة طبعا أول شيء قالوا لا ما يصير لأن إذا أنت ما رحت طبعا هذه معلومة الناس ما تحوف إذا أنت طيارتك راحت عليك بالذهاب لا تحط ببالك أن رحلتك تكون موجودة بالعودة تتكنسل فصار في تواصل مع الطيران نفس السوري ودفعنا غرامة تأخير وفي غرامة ثانية دفعناها ومشيوا والمطار والمطار أوكي وشقال مطار شقال مطار دمشق تمام رحت بغداد طبعا بغداد هذه قبل يمن كانت بعيد رحت لها شهر واحد سنة 2019 سنة المشاكل شهر قبل قبل ما أقرض أني أروح العراق كنت أكتب بالسناب وإستغرام يا جماعة أنا أبي أشوف بغداد أبي أروح بغداد أعطوني نصايح أعطوني نصايح عن أماكن مطاعم كافيهات أروح الناس كنت تدخل تقول أنت مجنون مو صحي عندك عيال قاف على نفسك وراك عيال لا تيتم عيالك قلت لهم وانت اسمع مني وانتطلع مني هذا هو الوارد تكلمني ونصوب الوارد يكلمني ونصوب نغبالك ممكن يطبحونك طبعا هذه في تعليقات دائما أسمعها لما أروح الدول اللي مثل عراق أفغانستان وغيرها الدول اللي الإعلام يبين أن هذه الدول بس حروب بس مشاكل فأنا شنو قلت قلت لأ أنا أبي أروح الدول هذه عشان أريكم الجانب الحقيقي فيها جانب الفعلي وليس الجانب اللي ممكن قلت أن أسمعه في الإعلام فنويت أني أروح على العراق خلاص قلت ما بدني ما طبعا كل التعليقات كنت أسمعها ما همتني همني أني أشوف البلد بتقول أنه أنا ليا كيفك أنا أشوف البلد هذه أبأشوف العراق بعد هالسنوات الطويلة هذه شنو وضع العراق شنو وضع شعب هاي شنو نضغت الشعب نفسه حق الكويتي وتحديدا هل بتعرض المشاكل هذا السؤال سؤال دائما في كل نفس شخص في مخيلتنا دائما طول هالسنين طول هالسنين يعني خاصة طبعا مع الحرب حرب سنة التسعين دائما في مخيلتنا أن أهمة كارهين وطبعا أهمة دائما في بالهم أننا كارهين وانت عارف التأجيج من بعض الأطراف الإعلام يعججون الكره الحاصل بين الشعبين للأسف ولكن قلت أنا إلا أشوف الأوضاع هذه إلا أشوف الأوضاع في العراق شلون رحت أنا بس بعطيك مواقف صارت لي قبل ما روح اللي خلتني أنا بيروح لعراق رحت السويد وفنلندا وهنغاريا في أوروبا الثلاث دول هذه صارت لي مواقف جدا بطولية مع عاقيين أهمة في واحد منهم ساعق تاكسي في واحد منهم أثنين منهم ملاك مطاعم والله بس من دعو أني أنا كويتي قالوا ما تدفع يعني أنا مو قاعد أقول لك الكلام كمجاملة لا 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 هذا واقع لدرجة أن اللي بحنغاريا قاعد هاوش معاي قال لي والله العظيم ما راح أخذ منك ولا فلس الكويت لها فضل كبير علي في سنة من السنوات وكنت أنا أعمل في الكويت ما قبل الغزو سنة التسعين فأنا الكويت لها فضل كبير علي والله يخليك لا تدخل معاي مشكلة لأني ما راح أخذ منك ولا فلس فقاعد أشوف والد مواقف إجابية قاعد أسيني في أوروبا مع العراقيين فأيوم خلاص نميت أروح لعراق رحت حق السفير حق السفارة العراقية اللي في منطقة السفارات عندنا بالكويت فأيوم رحت على باب الله اي دخلت على ولا أشوف زحم السفارة ش السالفة ولا في أخوان الشيعة من الكويت يروحون زيارات لكربلة والنجف فيأخذون التأشيرات الدينية فكانوا قاعدين ناظرين دورهم خذيت رقم ونطعت دوري يوم وصل دوري طبعا قاعدت أكثر من ساعتين ولا ناطع دوري وصل دوري كانت تقول لي الموظفة ها عيني ش تغيد قلت لها عراقية عراقية موظفة عراقية قلت لها أنا أغيد فيزا كانت تقول لي يا يا تبي فيزا فيزا دينية ولا عائلية قلت لها لا ولا لا هذي ولا هذي أبي فيزا سياحية استغربة طالعتني تقول لي شنه المجنون هذا جايب عندنا كانت تقول لي روح روح الله خليك توكل على الله أنا ماني فاضية أكلم أكلم أي أحد من القنصلية قلت لها أوكي فرحت مستغربة يعني إي مستغربة هذا ش جايبة شنه سياحة صجة هذا يعني قلت شا سوي حين كلمت الموظفين الأمن قلت لهم الموضوع قلوا لي والله ما لك إلا تقابل السفير زيني شونه قابل والله سفير ما يستقبل أحد مني مننا قاعد أسأل 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 إلى أن توصلت إلى مكتب نائب السفير وأنت بالسفارة وأنا بالسفارة قال لي شنو شنو تبي قلت لها والله أنا أبي أشوف بغداد قال لي ليش تبتشوفها قلت لها والله أنا أشوفها جانب سياحي قال لي خلاص خلني أحدد لك موعد مع السفير وخلني تفاهم قلت له أوكي بس ما استغر به فهو استغر بالأمانة ولكن حدد لموعد بعد أيام جيت على الموعد نفسه مع السفير العراقي وكان هو نفسه نائب السفير موجود فأنا أبي السفير قال لي وحتى السفير أنت ش عندك هل أنت رايح قنص قلت له لا والله مو رايح قنص رايح سياحة شون سياحة قلت له والله ها هذه صفحتي بالإستغرام تعاد السفير ممكن تشوف أنا ليش قاعد أسافر طالع الصفحة ستانس قال والله المانضر قاعد تقدمها جميلة قلت له والله أتشغف أني أنا أزور بغداد وإذا ما على كامير أحتاج تأشيرة كان يقول لي أنا رايح أيبلك تأشيرة بس راح توقع لي على التعاهد ورح تبصم أنك انت ما تقنص ذاب حين القناص نحن أنا الشباب يمسون على القناص وقال قال لي للأمانة في ناس كويتين طلعوا القناص عطلهم مشاكل فقال لي ما نبيلك تتمشكل نحن نبي سلامتك طبعا كانت تعاملة وكلامة جدا غاقي وقال هذا غام تليفوني وتواصل معي وقت ما تفي وإحنا من نفسنا راح نوفر لك أمن هذا السفير السفير نفسه قال لي ماشاء الله أيو الله قال نحن راح نوفر لك الأمن والسكوريتي طاقم أمني يستقبلك من عند المطار أيو الله هذا كانت أول ردة فعل أنت في هذه البداية حبيت بغداد هي أنا قل طالع التفاعل ماشاء الله قال لي بس يبلي جوازك كيفت له الجواز ثاني يوم طالع ولا الاستكار موجود على الجواز استلمت الجواز عجزت عن طريق طيران الخطوط العراقية عندنا طيران مباشر إلى بغداد ولكن ينزل في النجف تقريبا ربع ساعة ينزل ركاب ويكمل طريجة حق بغداد طبعا أول ما نزل ركاب الطيارة فاضية بقيت أنت لحب بقيت أنا بس وطاقم الطياران حتى المضيفين يوم عندي استغربوا لماذا لا نزلت النجف قلت لهم أنا رايح بغداد سياحة وصلت إلى بغداد طبعا أول انطباع شفت المطار مطار كبير وشكل راقي اي استغربت أول ما وصلت وطيارة زيني يعني لا الطيارة هالطيارة مراوح قديمة الطيارة اي وصلت إلى الجوازات نزلت من طيارة لحالك اي اي ونزلت شكال موقفك أول ما شفت الموظفين تبع الجوازات أنا توقعت يعني للأمانة كأول انطباع ممكن أشوف يعني لما يشوف جوازي الأزرق يمكن يضايق لأن أنا لا أعرف ردت فعل العراقيين على الكويتين أنا لا أعلم ما فقلت ممكن يضايقون ممكن يزعل ممكن يقطع علي كلمة ما أول ما شف الجواز الأزرق يا هلا ويا مرحبة ويا هلا بهل الكويت هذا الموظف الجوازات هذا أول واحد هذا شوف هذا أول شوف انطباعات قاعدتيك بغا بعض انطباعات الإيجابية قال لي بس تسمح لي أنا أخذ الجواز بس بنكلم الضابط طبعا الشفت قلت لحا خراحتك ياني مع الضابط شاف الجواز أنت شعندك هنا قلت لهم والله الشفت لهم لأنه هناك طاقم كان شايل اسمي هذا الطاقم الأمني تبع السفارة العراقية فضابط نفسه والعسكري تبع الجوازات اعتذروا مني عن التأخير سامحنا على التأخير والتأخير ما الذي أخذ خمس دقائق بسرعة خلصوا الإجراءات وخذوني الشباب للأمن خذوني ونحن على السيارة بأن السيارة اللاند مصفح هذه مصفح مغيم ومصفح أيو الله خذوني ورحت على الفندق فندق خمس نجوم أنا كنت حاجز الفندق من الكويت عن طريق بوكينج وصلت الفندق سويت check-in طبعا فنادق تغلى العلم فنادق العراق غالية جدا كم الليلة الليلة تصل 100 دينار كويتي 300 دولار بعد تسوي الغيمة تسوي فنادقهم حلوة يوم سوي check-in قلت له خلني تسمح سابك بحاسبة على الثلاث ليالي بانيقول لي مدفوع قلت له لا لا طالع لفيت ويهي على الموظفين الشباب اللي معاي تابع الأمن شماعا وهم اثنين قالوا لي قلت لهم شو السالفة قالوا لي والله مدفوع خلاص مدفوع قلت لهم لا 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 يا جماعة الله يخليكم قالوا لي والله العظيم مدفوع فتخيل قلت لهم تفعوا لي قيمة تقييبا مع الضغاية بالفندق هذا يعني شوف شوف الكرام الرهيب معروفين هالكرام وهال يعني مادي والله ماش علق أهل كرام انت هذا انت رفيو على قولة مسمية حبيت الديرة حبيت يعني شوف الانطباعات اللي قاعدة توصل لك غدود الفعل المتواصلة موظفين الفندق يبتسمون لك هلا والله بأهل الكويت هلا وتلقى طالع من قلب يعني مو مقعي جاملني بس مو مستنكرين الشي هذا يعني لا 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 مو مستنكرين فرحنا على سويت شكاين خلاص راضي قال يلا نمش معان عشان نمشيك نوديك نوكلك الكباب العراقي يعني الآن هذولي حماية ومرشدين نفس الوئي بالضبط طبعا الشباب ما قصروا معاي ودوني مطعم على نهر دجلة تعرف تعرف نهر النيل السفن هذي المطاعم اللي على السفن اللي بنهر النيل نفسها بالضبط بس في نهر دجلة نفس الأجواء بالضبط فكانينا كباب عراقي استمتعنا بلد حي بلد حي وقالنا كنت وقتها من أول ما وصلت قاعد أوثق اليوميات بسناب يعني مو اللي قاعد أسوي منتاج لا 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 قاعد يتوثق الشغل أول بول بسناب بعدين عادت منتجة وتنزل على اليوتيوب بالضبط خلصت من أول يوم تعالي يوم تمشينا في رحنا المتحف العراقي وشفت الآثار التاريخية وكانت معنا مرشدة عراقية ما شاء الله ملمة بالمعلومات وعطتني شغلات قريبة عن الآثار الموجودة في المتحف رقدات وحضارة حضارة حضارة تاريخ وكنت متعرف على دكتور أسنان وأيضا مرشد سياحي اسمه سيف الدين متعرف عليه في الإنستيغام خذاني وداني إلى شارع متنبي شارع كامل كل كتب فيه شغلات الإعلام موقع يوضحها لنا أنا شفتها بعيني إحنا هنا بدول عربية دول خليجية دائما الشباب إذا بيروحون قراوي تلقع يشيش هناك الشي اللي لاحظته تلقع يشيش بس شنو بيده بيده كتاب قاعد يقرأ والله منظر مألوف انصدمت منه يعني إحنا عندنا هنا يتلقى والله نشيش نضحك نتغشمر عرفت بس هناك أهل علم أهل علم يموتون على التثقف على القراءة عندهم مقاهي كافيهات كلها كتب تشتري من عندها قهوة وتختار الكتاب وتقرأ هذا أيضا من الصور النمطية الإيجابية لخذيتها عن العراق إن شعب مثقف طبعا صادفت واحد ناس ما كنت يقولني أنا كويتي على بعضهم أنا من أهل البلد أن الملامح يعني ملامح الخليجية مع ملامح العراقية في ملامح من دقاربة فلما فكاني عاملني معاملة طبيعية تلقى مثلا يقول لي لو سمح ممكن تصورني فأما تكلم معا باللهجة الكويتي يقول لي أنت من وين ياي أنت من وين أقول لأنا من الكويتي يا هلا يعني هذا واحد بالشارع ما عرفه يعني هذا هذا فعلا التحدي الحقيقي أنها ممكن تكون قد تفعلها سلبية لا والله قد تفعلها إيجابية ويا هلا وحلفتك بالله اليوم عشاك عندي عسى ما روح مكان حلفتك بالله عشاك عندي حلفتك بالله تنام عندي حلفتك بالله تغدى عندي أهل كرم مطبيعي طول السفرة طول أربع أيام ما حطيت إيدي بمخباتي أو بجيبي ما يخلونك ما يخلونك تدفع والله والله هالعظيم ما يخلونك يتاوشون معهم المحلات يعني المحلات من يتغل أنك أنت كويتي والله ما يأخذ منك ولا فلس المطاع ما تبي منك ولا فلس تعذبت منهم والله أهل كرم والله أهل كرم اذبحوني والله اذبحوني بكرم شوف بغداد واليمن والشام هي من حضرات العربية الإسلامية استحضرت معلومة في محاضرة للشيخ سعيد الكملي من دولة المغرب في عنوان المحاضرة هل الإسلام سبب تخلف المسلمين فكان يسأل الناس يقولهم هل الإسلام سبب تخلف المسلمين كل واحد يقول لا ولكن أفعالنا سيحكس ذلك يقول لك في أولا مستشفى بني في باريس كانت هناك تقريبا 300 مستشفى في الشام وبغداد شوف أول مستشفى يبنى في باريس في الشام وبغداد إذا ما خانت الملومة 300 مستشفى شوف يعني وين كنا مثقفين وين كنا متطورين وين لكن هدموا هذه الغيام وهذه للأسف وللأسف أن السياسات هي التي تهدم يعني أول ما احتل البغداد عاثوا في الأرض الفساد في المكتب في مكتبات بغداد العامة صحيح صحيح لأسف وعندك أيضا من ضمن الأماكن اللي شفتها اللي هو المدرسة المستنصرية المدرسة المستنصرية هذه كانت من أيام الحصر العباسي طبعا المدرسة هذه مطلة على نهر دجلة فلما تدش المدرسة مدرسة من مئات السنين إلى الآن موجودة هذا هذا الشيء الفريد في بغداد أو بالعراق عموما أنهم يحافظون على على المباني التاريخية وعلى الآثار الموجودة عندهم يحاولون كثير ما يدون يحافظون لأنها تراثية فعلا وأنا بالمدرسة وأنت قاعد تشوف المدرسة وقاعد تروح على طوف الحوائط تحط إيدك عليها تستشعر التاريخ يا أخي شي شي عجيب وتتخيل من نفس الوقت تقمض عنك تتخيل أيام الأسر العباسي طلبه لابسين اللبس هذا القديم القبعة هذه يدرسون في مدارس العلم حلقات العلم هذه شي شي جدا جميل استشارت بالتاريخ الإسلامي والعزة فعلا حتى في عند خارج المدرسة في تمثال جميل المتنبي أيضا يطلع على شارع المتنبي فأنت بهذا المكان هذا طبعا هذا الزيارة كانت بعد صلاة الجمعة وبعد ما طلعنا وفيه هناك مساجد كثيرة وكل المساجد موجودة هناك تاريخية في المنطقة هذه فرحنا في مكان اسمه القشلة القشلة هذه موجودة فيه حتى في السعودية فيه حائل وفيه دول كثيرة في منطقة شمه القشلة القشلة مثل 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 ساعة مثل منارة برج برج أعلى فيه مثل ساعة كانوا أيام الدولة العثمانية يستخدمونه كمنارة لمراقبة الشوارع مراقبة الناس العامة وكانوا يضعون فيها حرس هذه طبعا اللي بنوها دولة العثمانية فدول كثيرة موجودة فيها القشلة هذه يسمونها القشلة كم طولها يعني والله طويل يعني ممكن ممكن توصل 100 متر تقريبا 100 متر برج مراغب ممكن أي كبرج مراغبة ولكن بوقت الحالي تحول إلى كمعلم تاريخي موجود إلى الآن أتوقع فيه جدة وموجود فيه حائل وموجود فيه أتوقع سوريا موجود الشام موجود في العراق في دول كثيرة موجود فيها هذه صعيد 100 متر كل يوم ويقعد ويشوف أي وطبعا شكلها يعني شكلها جميل وفخم فالمكان هذا القشلة في العراق في بغداد صاير كل مكانها حديقة وبالنص صاير القشلة هذه موجودة الحلو بالموضوع أن الناس بعد صلاة الجمعة شي يسوون هناك في بغداد ذكروني بعيام التسعينات قبل بالكويت عقب الصلاة أروح نقعد مثلا بحديق مع أهلنا نقعد على البحر أيام تذكر يوم البحر عندنا نقعد نلعب نستانس أيام هذه القديمة للأسف حالي موجودة عندنا في الكويت هذه ترابط الأسري ترابط الأسري كبير عندهم تلقى الأب واليد والأحيار كلهم يعيبين نزل وقاعدين بالحديقة يعيبين أكلهم معاهم وقاعدين يأكلون ويستنسون ويسورفون على نهر الدجلة أطلالة على نهر الدجلة فليلاحظت أيضا يسوون مناظرات شعرية في الحديقة نفسها يعني تشوف أثنين عراقيين قاعدين يناظرون بعض شعريا مناظرة شعرية بالفصحة نفس الهايدبارك لكن هناك كلام غير مثري وهني كلام مثري فعلا يعني حتى المكان أنت فيه تقول ما أودك تمشي منه المكان جميل فيه طاقة إيجابية وثقافية وتلقى على الجانب الثاني فنانين وفنانات عراقيين قاعدين حطين لوحاتهم الفنية وعاغذينها في بعضهم عاغذها كشكل وفي بعضهم عاغذ البيع في بعضهم عندك حديد وغيرها محاولة كريسايكلين يسمونها عادة تدوير محاولة إلى أشكال فنية هذه الأمور ما أشوف الإعلام عندنا قاعد يوثقها ويسلط الضوء عليها نحن بس اللي قاعد نشوف على العراق والله استشهد فلان قتل فلان هذا في المدينة الفلانية تم تفجير تم القبض على إرهابيين هذا بس اللي نسمع بالإعلام فعشان شيء تكونت صورة في داخلنا أن العراق يبارى عن حرب ولكن لا هذا جزء بسيط يعني إحنا عندنا هنا بالكويت كويت ترى بلد صغير تشوف أعطيك مثال مثلا صارت جريمة في الجهرة على سبيل المثال يعني هل نعمم على الكويت كلها أن صارت فيها جريمة لا طبعا فنفس الشيء العراق بلد كبير والأماكن تصير فيها المشاكل أماكن تها قليلة يعني أفهم من كلامك أن الإعلام عندنا غير نزيه طبعا الأعلام العربي عندنا غير نزيه حتى أنا أبعد ما أوجه التهمة إلى الأعلام العربي في غير عربي ل تصير الإعلام الغربي إذا في دولة ضد سياستها مثل الكورية الشمالية الكورية الشمالية ما يحط صارت في إيد الغرب على طول لم粉 أغضب الشغالي هجوم وضحك وكوميدي على غئيس الكوري الشمالي القائم والغئيس الكوري الشمالي طلع مسكين طلع ما أشغل بهالمشاكل ولما ترجع حق مصادر المعلومات على موضوع الاعدامات والقتل وغير اللي يسويها رئيسك الشمالي كلها كلام فاضي لماذا ستكونيين؟ طبعا ستكونيين ممتا؟ انسيت عايش؟ لا زين أرجع لك يا هذي بعد شوي انسوله بك أنا اللي بقول لك عن الموضوع السفر بشكل عام السفر كل ما تسافر كل ما منظورك يتغير أنا كيوسف قبل خمس سنوات مو نفس يوسف الحين ليش؟ لأنه أنا أتعلمت الشونة تصغف بالمواقف الصعبة وأنا مسافر أتعلمت لغات أهل البلد تلقط لك شم كلمة تتعلم تشوف نفسك راح تكون عندك مهارات مهارات يديدة ما كنت تدري عنها يعني مثلا تسلق تخييم شلون والله تولع نار تماد على النفس اي بالضبط تحسن قدراتك العقلية تخليك فطين خلاص انت الحين والله بالسفر هذي انبكت باقوك باقى وغاض منك خلاص السفر اللي بعدها انت عاقف شون شون هتصرف الشعب اللي بالدولة الفلانية تلقى شوي غلج شديد شديد خلاص انا عندي فطنة عندي قدرة اني شون اتعامل مع الشعب هذا طريقتي فهو السفر يخليك ذكي ايضا السفر يخليك واعي بالعالم يعني مثلا انا لما اقرأ لما يوصلني خبر عن الدولة الفلانية يعني مثلا وصلني خبر خبر عن كوريا الشمالية والله كوريا الشمالية قاعد يذبحون بشعبها انا رحت كوريا الشمالية خلاص صار عندي وعي شون افرق بين الخبر الصحيح والواقعي والمنطقي وبين الخبر اللي تتناقل الوسائل الاعلام بشكل خاطئ ايضا اذا انت ما سافرت ولا اختلطت بالشعوب الثانية تفكيرك خلاص يصير تفكيرا منظورا متحيز عرفت يعني انا اعطيك مثال مصر انا باخذ هالمثال هذا مصر جمهورية مصر الفترة الماضية كان في مشاكل بالسوشال ميديا بين كويتين وبين مصريين كل واحد قاعد يقطه التهمة عن الثاني كل واحد قاعد يغلط عن الثاني قبل فترة كل واحد يقول والله انت سبب الكورونا هذا يقول انت سبب الكورونا صارت في مشكلة اخلاقية وصار صار في تبادل بالشتاء بين الاثنين وكل واحد يعمم عن الثاني تعاميم سلبية انا لو ما اختلط باهل مصر طبعا ما اتكلم عن القاهرة بس لا اتكلم عن انا ما اختلط باهل الصعيد ولا اختلط باهل سينة اهل اهل عندك المناطق الشرقية في مصر وغيرها ما احتكيت لو ما احتكيت فيهم ولا رحت أساسا مصر طبعا تفكيري رح يكون نفس التفكير اللي الناس الكويتين قاعد يتهمون المصريين فيها ولكن لما رحت انا مصر وشفت اهل مصر وغيرها لما اشوف اي شخص قاعد يتهم مصر قاعد يتهم الكويت وقاعد يغلط على الكويت انا هني من نفسي خلاص يعني ما رح اغلط عليه ولا غد خلاص عندي وعي خلاص انا عارف شنو الصح وشنو غلط فالسفر ايضا يعلمك قيم اخلاقية انك انت ما ما تنجرف في هالمستنقع هذا وحنا بالنهاية بني آدم كنا بشر البنيادة مصيب ويخطي وقمت تعرف يعني تميز العاقل من السفيه في صحيح في هذه الامور نزيل احنا خلصنا من بغداد ثلاثة يام قاعد فيها صح صحيح نزيل بعد بغداد ما في بغداد وعندك تكلمنا عن بغداد رح نرجع لكوريا الشمالية لكن خلني نكمل لالفين وتسعة عشر شنعديها على خير حلو وين رحت فيها بغداد رحت رحت فيها غينية الاستوائية رحت فيها توقو رحت فيها وين بعد وين بعد اني اذكر وين بعد رحت رحلات تطوعية مع جميعات خيرية بالكويت الى النيجر والصومال ما شاء الله اي رحت جزيرة ايضا اسمها ساوتومي زين باختصار الدول الافريقية اللي صار لك فيها موقف صار لك فيها شي يستحق الذكر اللهم توغو توغو هذي دولة دولة اسمها توغو دولة في قرب افريقية في عندنا لها سفارة هنا بالكويت تواصلت مع السفارة قلت لهم انا بس تخرج فيزا عشان ازور توغو قالوا لي عند الوصول فيزا عند الوصول يسمونها فيزا on arrival وقلت لهم اوكي وفعلا دخلت على انا طبعا مو بس اني اكلم السفارة لا ايضا ابحث بحث على بالانترنت طلع انه فعلا عند الوصول للمواطني الكويتين انا قبل ما سافر اي دولة لازم سوي حط عندي باك اوب شنو الباك اوب احتياط حط لي اقام سواق اطلعش على الفيسبوك اطلع لي اقام سواق مرشدين السياحيين وتلاقيه مع الفيسبوك الاقي على الفيسبوك فيسبوك ما شاء الله كنز اخلي اقام عندي بالنوت عندي بالتليفون اطلع معلومات عامة عن اهل البلد هل بطاقة البنكية تشتغل ولا لا هل شنو عندهم شنو الشغلات اللي عندهم شنو الشغلات اللي عندهم لازم تاخذ فكه ولمحه عامة قبل ما تروح البلد زين اعلى طريق البطاقة البنكية شنو افضل بطاقة بنكية ما خيبة ظنك افضل بطاقة بنكية طبعا انا دائما نعتمد على الفيزا والماستر واغلب غحلاتي ولكن في بعض الدول خاصة بفريقيا ما تشتغل عندهم بطاقة الاعتمانية حتى عندك مثلا في اليمن كوية الشمالية ما تشتغل بطاقات اعتمانية وخلاص حاسب حسابي أسحب كاش أسحب كاش مثلا دولار طبعا البطاقة اعتمانية فيزا وماستر نظمنا ايه طبعا ايه تاخذ كاش ااخذ كاش معي دولار ولا على حسب ممكن تستقبلني بالمطار قال لي تمام وبالمغة شنو قلت لي قلت لي إذا ممكن تشتري لي سيم كارت خطين سيم كارت عشان لما أول ما أوصل أباخذه منك وأنا أحاسبك عشان نكسب وقت قال لي أوكي قاعد فيها تقريبا تقريبا قاعد فيها أسبوع بس ما قاعد بتوغو بس توغو دولة اسمها بنين ودولة اسمها غانة كلهم يعني بينهم بين بعض بالسيارة ساعة ساعة والدخول عليهم فيزا وحدة لا كل واحدة لها فيزا بنين فيزا إلكترونية طلعتها أونلاين وغانة فيها أحد يساعدك على الفيز أو أنت بالفيز غالبا أعتمد على نفسي بالإنترنت وأتواصل مع السفرات بالتليفون لا تعتمد أهم خاصة موضوع الفيز لا تعتمد على كلام شخص يعني مثلاً في أحد الأشخاص قال لي عن دولة فلانية لا تعرف الفيزة سهلة لا 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 تعتمد أغفع السماعة دقع السفارة في السفارة موجودة في بردك دقع عليها دولي في تجاوبة يعني تصل على السفارة اللي في الكويت في الكويت موجودة السفارة في الكويت دقع علي أقرب سفارة لك دول أفريقية أغلب سفاراتها موجودة في مصر أغلب السفارات يعني في السفارات موجودة في الكويت أتصل على اللي في مصر في بعض الدول يقولك ما تأخذ الفيزة إلا من مصر فأطغى أني أصافر من الكويت إلى مصر أقعد نيلة في مصر أطلع الفيزة ومن المصر أطي طيران إلى الدولة اللي بروح لها نرجع على توغو توغو أول ما وصلت موظف الجوازات قال لي أنت مرائح قلت له والله توغو إيجليزي طبعاً هم يتكلمون لغة فرنسية توغو لغتهم الرسمية هي فرنسية لأنها كانت مستعمرة فرنسية قبل فقال لي أين الفيزة؟ قلت له والله وحتى هو حاط لستة في الدول معلقها على جامل عنده وكاونتر قلت له ها شوف فيزة ونرائف الكويت لشان يقول لي لأ تعال دخلنا على غرفة قبل ما دخلنا على غرفة أو الموضع السائق نفسه كان ناطرني شانييني طبعاً السائق مسلم من توغو ويتكلم لغة عربية فصحة شان يقول لي ماذا بكم؟ قلت له والله الموضوع كيت وكيت قال لي الحين أخذوا الأقام هذه خلها معاك طبعاً مع صديقي خلها الأقام معاك وبعدين تواصل قلت له أوكي قاعدنا في مكتب الضابط في المطار قاعدنا تقريباً ثلاث ساعات قاعدين بس بالمكتب نبي ماي نبي شيء وبروح قاعد قاعد مع صديقي رايح وياه قال لي الضابط أنتو داشين بدون فيزة يا ابن الحلال كلمنا سفاعة قال لا لازم توصلني فيزة لازم أشوف استكير الفيزة على الجواز قبل ما تدخل العدود مني منك كلمت السفيرة عندي رغمه سفير سفير التوغولي نيب الكويت كلمته قال لي غح أشوف لك المشكلة مرت الساعات عشان يكلمنا الضابط قال خلاص ما في تجاوب من عندكم رأحولكم على سجن المطار أوف والسفير اللي كلمته ما في تجاوب معه أكل ما يرد علي أول شيء قال بيشوف الموضوع إذا ما غد علي رحنا دخلونا عاصبه ما بي برجع قال لي ما في طيارة إلا أقرب طيارة باتشغ فبيقعدونا في السجن يوم ليلة وثاني يوم بيرجعونا بالمطار ورح ندفع التذكرة على أساس أن نرجع برة ثانية وأنت بروح هاي أنا مع صديقي رحنا على سجن المطار دخلونا في النظارة والزنزانة قاعدنا فيها وحسن الحظ كان ما عندنا الخط وكان الإنترنت شغال يعني خيرا أني قلت له قلت حق الصديقي التوقولي السايق خيرا أني قلت له اشترنا خطوط المهم قاعدنا تقريبا مجموعة ما قاعدنا في السجن مع التحقية وغيرها تقريبا أربع تعيش خمس تعش ساعة المشكلة لا شغبنا ماء لا كلينة فصحتنا ونفسيتنا تعبانا ومو نايمين عدد آخر شيء قالونا راح نوديكم فندق تبع المطار عشان قبل ما نوديكم قبل ما تسافرون لحسن الحظ السايق نفس هذا ياخذانه وهو اللي يحل المشكلة طبعا ايه نسيت اقولك تواصلنا مع السفارة الكويتية توغو ما في لها سفارة كويتية فتواصلنا مع السفارة الكويتية في غانة تواصل معانا وما قصر معانا أخوي أعتقد اسمه مغزوق غنطيري والنعم فيه والله ما قصر ويانا والله أخوي غنطيري أتوقع اسمه حمدان يا حمدان يا مغزوق اه مغزوق تبع القابون مغزوق المطيري قابون وحمدان ترقا تقول اسمه دول والمر اسمه فيها ايه هاي دولة بفيريا بعد فما قصر معانا أخونا المطيري تواصل وكلم وقال تغتوق وتبع سفارة كويتية في بنين فس اهوه ما شاء الله عليه قام بدوره وحاول يساعدنا ولكن المساعدة السريعة كانت من منه من السايق اللي اعطاننا الخط شوف الصدفة طلع السايق هذا أخو وزير الاقتصاد في توغو ما شاء الله شوف الصدفة أنا طلعت رقم سايق طلع أخو وزير طلعونا من السجن ودونا إلى المطار طلعونا الفيزة واختمو على جوازنا ودخلنا طلعو مرة ثانية وناوي تدخليني ما شاء الله خلاص دخلنا وسكننا في فندق سكننا في فندق غادسون فندق معروف هذا سكننا في ليلة والبلد حية وحلوة وجميلة طلعو يبيعون كلها جماجم حيوانات وانت بكرامة ريحة المكان ريحة المكان يعني معفنة ريحة جثث حيوانات جمجمة فيل جمجمة وحيد القرن أنواع وشكال يستخدمونها للسحر الأسود فرحت هناك السوق ففي سياحة تروح يسمونها هذه السياحة السوداء يحبون في سواح يروحون من الأماكن الخطرة هذه الغريبة عشان يموثقونها أنا رحت لها الأمانة بس ما طوّدت فيها يعني عشر ديائق ومشيت ثاني يوم كان ثاني يوم يصادف عيد الأضحة ثاني يوم فالسائق هذا طبعا هذا السائق ما شاء الله عليه ملتحي ويتكلم بلغة العربية في الصحة قلنا له انت شوني شوني انت بس سائق أنا إمام أنا خطيب المسجد القذافي في توغو ما شاء الله طبعا المسجد القذافي هو أكبر مسجد في توغو والقذافي كان باني ترى أيام قبل هذه معلومة توقع كثير ما يعرفونها القذافي باني مساجد كثيرة في أفريقيا وكل أساميهم القذافي في مسجد القذافي في أورغندي في مسجد القذافي في القابون أنواع وشكال نفس المسمى وطبعا دارمند مساجد هذه تكون مساجد كبيرة ومعروفة جدا إذا أهل البلد بالمهم فقلنا حق صديقنا للتوغولي نبي اللبس لبس أهل توغو نفس الدشداشة ونفس اللبس أهل باكستان الدشداشة تحت بانطرون ويدبسون فوقت عقية فخذينا هذا اللبس عشان نبي نصلي صلاة العيد ثاني يوم نصلي صلاة العيد هي مسلمين واجد هي نسمة كبيرة المسلمين أغلبية مسلمة فصلينا في صلاة العيد وبعد الصلاة أهل توغو سلموا علينا لأننا عندهم السايح بشرة بيضة هذا غريب عليهم فسلموا علينا ورحبوا فينا وقال صديقي السايق لازم أخذك حق أخوي الوزير عازمك على الغدى عنده يعني من السجن شوف سبحان الله سبحان الله مبدل الأحوال بيوم واحد من سجن وقاعدين مع مساجين إلى ثاني يوم قاعدين مع كبار القوم مع وزره وأجواء كانت عالم ثاني وكان الوزير ما قصر معاننا رحب فينا وحتى حطوا خبر في الجرايد عن قدومنا إلى سواح كويتين طبعا بالفرنسي فهذه كانت من المواقف القريبة والجميلة صراحة يعني ختامها كان مسك يعني ما شاء الله زين رحلاتك طبعا كلها مع السواوي يعني ما تسوقون لا 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 في بعض الدول نستأجر سيارة ونسوق عادي وعادي ومو طيبة مثل جزيرة ساوتومي جزيرة ساوتومي هذي جزيرة توقع أول ما تسمع فيها توقع أغلب المستمعين يمكننا أول ما يسمعون فيها جزيرة هذي كانت مستعمرة بارتغالية وبعدين خدت استقلالها قبل تقريبا خمسين لستين سنة هي أيضا جزيرة أفريقية أجلنا من عندهم سيارة أي دولة تابع أي دولة دولة اسمها ساوتومي هلو ايه أنا استحيق كثير ما أسلك وين وين هذه دولة لا لا هي دولة كأني ما أعرف شي في الخريطة هي دولة الأمانة آل قبل ما أسافر لها بأيام ما كنتعرف عنها أي شيء استغبت أن في دولة اسمها ساوتومي ولي استغبت الأكثر أن صندوق الكوتي التنمية لا مشاريع كثيرة في هذه البلد ما شاء الله شبنا الشوارع جميلة أقول هذه أخي شون الشوارع هذه يعني بلد نائي ولكن شوارع معبده تشوف ولا لافته صندوق الكوتي التنمية هو اللي يمسوي لهم الشارع هذا ما شاء الله ايه والله شم يوم قاعدت فيها قاعدت فيها تقريب من أسبوع في ساوتومي ساوتومي جزيرة هي ولا هي جزيرة كبيرة وتشتهر في إنتاج القهوة وتنتج الككاو أشجار الككاو المعروفة كانت تسوى لأسبوع ولا والله باجئة والله تسوى 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 جزيرة جميلة روحك رايح لا ايضاً رحت مع واحد من الشباب جزيرة مؤهلة سياحياً لماذا؟ لأن البرتغاليين مستثمرين فيها فتلقى مطاعم وفنادق كلها تبع البرتغاليين ملاكة برتغاليين مهتمين فيها وتسعين ملمية من السياحة موجودين من البرتغال مين طالع فيها؟ طلعت فيها من الكويت على أثيوبيا أديسا بابا أديسا بابا طبعاً هذا النقطة التي تنطلق بها حق دول أوروبا كلها دول أفيقية كلها لأن فيها خط الأثيوبي طيران أثيوبي طيران أثيوبي ما شاء الله عليهم عندهم مخطوط لأغلب الدول أفيقية فالطير من أثيوبيا إلى القابون ومن القابون خذية الطيارة إلى ساوت تومي رحلة كانت طويلة ومتعبة أقرب دولة لها هذه أقرب دولة لها غينة الاستوائية والقابون هذه أقرب دولة لها صار في أقصى غرب أفيقية على المحيط على المحيط الأطلسي وحتى الناس اللي فيها أشباه ما بين تلقى شكله برازيلي العرق شكله مو نفس العرق الأفريقي لا الشكل يشابه البرازيلي والبشرة البشرة تلقاها بشرة محومرة شوي وتلقى عاد عيونه زرقة يعني شكله ما كأنه أفريقي شكله كأنه برازيلي دلتين يعني ايه فهذي تلقى أصولهم أصول بوترالية لأن المكان كانت مستعمرة بوترالية كانت فيه استعمار بوترالي في المكان هذا سيد يوسف تنصح السفر الحالك السفر الحالك بالنسبة للسفر الوحداني يخليك تعتمد على نفسك يخليك تعشون تتصرف صج تكون بروحك وتحس بانطوائية بس ترى يغير تفكيرك يخلي تفكيرك ناضج مو تفكير عادي لما تصافر مع صاحبك مو نس لما تصافر بروحك فرق كبير انا لما رحت منغولية رحت لها بروحي لما رحت منغولية اكتشفتها بروحي صراحة كان شعور كان ايجابي علي رحت بروحي سكنت فيه هناك خيام المنغولية بنفسي رحت حجستي تذكري لطيران الداخلي اتعرفت على اهل البلد اتعرفت على بدون مرشد بدون مرشد بعيد ايه احتلالها كذي منغولية كم يوم قاعدت قاعدت فيها عشرة ايام تقريبا منغولية واشر وما تدري وين تروح يعني سويتك جيب نفسك ما تدري وين تروح بفعلا فالسفر الوحداني هذا انا شوفه هو السفر الحقيقي اذا جربته بتحس ان السفر معنى ملموس راح تحس انك مغامر يجبرك انك التواجه المجهول والتفكير بشكل مختلف تبني لك شبكة اجتماعية حقيقية يعني راح تتعرف على اهل البلد راح تكون علاقات وصداقات معاهم من وقت الفراغ اللي يصير فيك بالضبط السفر ايضا يخلق لك او سفر هذا الوحداني يخلق لك ذكرة جميلة المواقف والقصص اللي تمر فيها مع السفر فلما واحد يقول لي واحد شحك تسافر بروحك اقول لي انت لما تسافر بروحك والفلوس اللي تقطها عليك لما تسافر هي استثمار حق نفسك انت تستثمار بنفسك حلو بس ما في نوع من الخطورة يعني خاصة في البلدان اللي انت تروح لي والله يعني شوف لازم لازم واحد ياخذ حذر لازم واحد ياخذ احتياظه يعني اذا انت مثلا تال الليل ما عندك شيء لا تطلع بس يعني دايما لو قات الخطرة هذه تال الليل خفت على طاري الخطر تصدق اني انا متى احس نفسي في وضع خطر لما اروح دول اوروبا والله العظيم لما اروح لندن بالليل امشي بلندن صور باكسفورد ولا بكاديلي هذي الاماكن المعروفة والله العظيم اني احس بخطر لما اروح تركيا مثلا في الاماكن السياحية المشهورة احس بخطر احس ممكن اروح امباق ممكن اتعرض لطعنة ممكن ما ادري بس لما تروح الدول اللي احنا حاطيني بانا انها دول خطرة اوه افغانستان لما اقول لك افغانستان بتقولي اوف شو رايح افغانستان انا بغيت اسألك انت رحت افغانستان رحت افغانستان وروحت افغانستان وافغانستان من الدول اللي انا صراحة يعني ما شبعت منها ودرجة العمارة ثانية دائب اي والله وتفاجعت صراحة انه صار في لغط اعلامي كبير بعد ما زرت افغانستان شنون لما رحت افغانستان وصورت الحياة الواقعية والحقيقية عبر سناب سويت الفيديو هذا سويت الابلود رفع في اليوتيوب اغلب الموجودين المقيمين في السعودية من المملكة العربية السعودية من الجنسية الافغانية وقبل الفترة كان فيه التغيق في السياسة سياسة دفع الضريبة وشيء جدي في السعودية فطروا ناس مقيمين عاشوا طول عمرهم في السعودية انه يفكرون يهاجرون الى بلدان هم الام ومن ضمنهم الافغان فدائما والافغاني اللي عايش طول عمره في السعودية تلقى ما يعرف يتكلم افغاني حتى شكله وطريقة لبسه وهذا تلقى شكله سعودي يتكلم سعودي وشكله سعودي فما يعطيك ايحاء انه افغاني فلما زغت هذا الافغانستان وحطيت التغطية هذا الفين وانتوقع الفين سبعة عشر فلما زغت افغانستان السعودي عفوا الافغانيين نفسهم اللي في المملكة تشهوا علي يوسف انت من صجك ولا تغشم هذي بلدنا يعني الافغاني نفسه ما يعرف شنو وضع وضع بلده مستغرب يعني مستغرب يقول هذي بلدي يعني ديرتي هذي فيها هالجمال هالطبيعة هالخضار هالجبال هال الفواكه المتنوع هالأكل تشوف الناس واليهار يلعبون ويضحكون يقول معقول هذي بلدي شون بلدي هالجمال قلت لها أنا ما زدت ولا شي أنا تمشيت في بلدك وشفت جمال بلدك الحقيقي في العاصمة رحت العاصمة رحت كابل رحت مزار شريف رحت مدينة اسمها بانشير رحت ايوين اوين بعد اوين ما يحضرني حانين هذي هذي مدينة اسمها بلخ فهذه الاماكن كلها اللي زرتها عطت انطباع ايجابي جدا حق منه حق انتو يا المقتربين خارج افغانستان وتحديدا الافغانيين نفسهم الافغانيين نفسهم فتخيل أنا ما ممكن تدري والله هذا حاج يشوف ثلاثة سنوات تقريبا ليه يومك والله ليه يومك انه قاعد استقبل غساء في اليوتيوب تعليقات في اليوتيوب وتعليقات في الانستغرام ليه يومك ناس قاعد افغانين يتشكرون مني انه مشكور انك وصلت لنا الصورة الايجابية عن بلدنا لانه لو لا فيديوهاتك ما رحنا بلدنا ولا فكرنا انهاجر لها ففي ناس وايد نتيجة للفيديو خبق قرار انه يرجع الى بلده ويستقر فيها والله ثرت فيها فوالله يعني أنا صراحة ممتن للسوشال ميديا وساء التواصل انه ممكن احنا نطرح مواضيع تغيير وجهة نظر والله وهذا المفروض انه احنا ننقل محتوى ايجابي محتوى جميل اصلا في وضع الحالي للأسف يعني محتوى الموجود حاليا محتوى كل اسفاف وانحلال اخلاقي نعم وكمان اعلم ترى بعد السفر شوية مكلف خاصة في مثل هذه الظروف اللي تتروح مصر على اساس طلع لك فيزو افريقية تقعد يوم هنا وتطير هناك صحيح ما لقيتوا دائم في هذا شيء حلو بالنسبة حق موضوع التكلفة دائما لما واحد يقول لي انت شون تسافر انت شكلك غني انا تقع واحد حالي من حاكم لا انا غني ولا شيء ولكن فهي بس المسألة شلون تنسق وتنظم سافرتك يعني انا لما قررت اني مثلا مثلا اني اروح افغانستان ما قلت والله يلا باش اروح افغانستان انا مخطط لها من اشهر واكون مثلا الشهر الفلاني انا دافع التذكرة بعد شهر دافع قيمة السكن الشهر اللي بعده اخش لي مصروف اوقعت رحلتي على نزلة المعاشات فالموضوع كله موضوع سفر كله تنظيم اما بالنسبة حق سؤالك هل تلقيت دعم تلقيت دعم من هيئات السياحة في البلدان نفسها مثل هيئة السياحة في الاردن تلقيت دعوة من عندهم لتغطية الاردن سياحيا تلقيت ايضا دعوة من جورجيا لتغويج السياحة عندهم هذه الدول تلقيت فيها دعم بالكويت بالكويت يعني شوف بقولك شغل على موضوع الكويت هذه هذه يبيلها ماء رح 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 شوف يا محفوظ السلام الله يعافي قلبك على كثر الزيارات للدول تكونت عندي افكار كثيرة ممكن يطبقها بالكويت خلو الافكار هذه للأسف للأسف عندنا هني المسؤولين في قطاع السياحة التابع لوزارة الإعلام أو شركة مشروعات السياحية للأسف مو قاعد أو حتى الهيئة العامة للشباب وغيرها أنا قاعد أوجه كلامي إلى الكل طبعا كلامي ليس لي مجرد الانتقاد انتقادي لأجل بلدي أنا أبي بلدي الكويت يكون متفوق على كثير من البلدان السياحية والله العظيم يحزني لما أشوف بلدي فيها آثار تاريخية من أيام الإسكندر وفيها عندك جزيرة أم النمل اللي ما حقق عنها جزيرة هذي ترى فيها آثار أيام العصر الدلموني وعندك جزيرة فيلتشة أيام فيها آثار تبع إيكروس وعندك القصر الأحمر مثلا على سبيل المثال في الجهرة هذي بس يبيلها شوي تطوير سياحي واهتمام من قبل الجهات السياحية عندنا في الكويت والاستعانة بالخبرات السياحية السواحية عندنا بالكويت طبعا تكلم عن نفسي عندنا ما شاء الله رحالة كثر بالكويت وخبراء سياحيين ممكن الكويت تستعين فيهم لتطوير السياح عندنا بالكويت للأسف الضايق لما سافر أنا دولة بعيدة يقول لي أقول لك كويت يحك راسي يقول لك كويت طبعا شو تقول له عشان ترقى جمد دبي بس أنت من تقول لدبي خلاص ليش ليش صار هالشي لأن دبي سوقت صح للسياحة وكونت حق الدول كلها أنت نحن دبي نحن دبي فهذا اللي نحن به السعودية قبل سنتين اهتمت بشكل كبير بالسياحة انشأت هيئة سياحية وأنا في مطار هيترو أشوف لوحة وزور السعودية المستقبل في زت ساودية عربية حاطين أكاونتات بالعربي وأكاونت بالانجليزي وحتى رحالة السعوديين استثمروا فيهم قاموا يأخذون رحالة السعوديين ويطورونهم دورات تأهيلية وخلوهم مرشدين سياحيين حق الأجانب وقاموا في بعض رحالة يشوف شنون المميزات اللي فيها رحالة هذا تعال تعال أنا أدعمك يلا أنت القناة الفلانية سنسوي لك برنامج طبعا هذا الموضوع كله مو لأجل هدف شخصي لا هذا اللي أجل تطوير السياعة في البلد وفعلا لما خذوا أراءة سعودية على سبيل المثال لما خذت أراء ترحالة عندهم المشاريع السياحة في البلد شوف وضع السياحة حاليا في المملكة شي جدا رهيب تغيرت بشكل كبير فأنا والله أتمنى أتمنى المسؤولين في بلدي أن يهتمون في هذا الجانب هذا الجانب اللي يدخل هذا الاستثمار الصحيح أنا لما أقولك أبي سياحة داخلية في البلد وما عندي بنية احتية سياحية ولا عندي مواصلات عامة تأهلني أن يستكشف البلد بشكل صحيح هذا شي جدا محزن إن شاء الله كلامك يوصل إن شاء الله بدنا نضح يعني نرجع على كوريا آه ضافتنا شوي كوريا ترى كوريا الشمالية شلون جدك الجراء كوريا الشمالية أيضا هذه كنت أقرأ عنها أقرأ 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 إذن كلامك في خاطرك بس بغداد أكلت المسقوف أوه لازم أكلت المسقوف طبعا الدكتور عبدالله النفيسي في مقابلته في صندوق الأسود تدري شنو قال عن العراق قال أنا المشتاق للمسقوف والدولمة يقول أنا لما كنت أيام دراستي في العراق كنت أقعد على نهر دجلة وأكل مسقوف وأكل دولمة هالكلام هذا اللي قاله أنا قلته أيضا في الفيديوهات تبع العراق دائما نستذكر الشيء هذا في العراق الدولمة والمسقوف كرينا كريت أنا عن نهر دجلة على رؤيت تبع طبقت مغولةogene تبعط مغولة الدكتور نفيسي والله كان شيخيام أفر أنا ، نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي منطقة الشرق الأوسط كلها ما فيها السفارة كوري الشمالية إلا بالكويت وكان أعتقد كان فيه قبل مكتب في سوريا وكان جنة فيه مكتب في إيران توقع تسكره والمكتب كوري الشمالي بالكويت تسكر فترة وقد توبطله في منطقة عاليا برميثية حلو المهم رح تحق السفير كوري الشمالي وقلت له عن موضوع زياطي داريكت رح تلا دخلت دخلت على داريكت وقال لي احنا نتشرف في زياطي طبعا نتكلم اللغة العربية وعطاني كتيبات عن السياحة في كوري الشمالية وكتيبات في العربي شوف هذا اول انطباع خطيت عن كوري الشمالية انه شوف الدولة وشون مهتمة في ترويج السياحة لها شوف كوري الشمالية جاهزين جاهزين ناس جاهزين يلا هذي كتيبات نتبي كان جاهزين لكل شي فهذا اول شي وطبعا قعت عنده وشرح لي بكل حب عن بلده عن الاماكني ازورها كان انسان جدا راقي واذا اندخلت عليه بدون موعد بدون موعد واستقبلني وكانت زوجته موجودة وعطاني ويابولي عينات معجنات كورية وحتى الديكور الموجود في البيت الديكور يتنسب مع الثقافة الكورية الشمالية الوان معينة وطريقة الستارة هما طبعا كل شمالية بلد شيوعي السياسة الشيوعية فالسياسة الشيوعية والحكم الشيوعي خاصة من الايام السوفيت لهم طريقة في الاثاف الوان معينة الوان تحسها جنة قديمة ايام سبعينا فلما دخلت البيت اللي في السفارة تحسها جي قديم ولكن هذا هو هذا الستايل الخاص فيهم فخلاص يوم نويت واصلت مع اكثر من شركة سياحية والفيزا اعطاك بسرعة لا الفيزا طويلة تقريبا ستة شهر هذا مع السفير طبعا ايه طبعا خلاص السفير يقولك أنا ما ليشغل انت تتواصل مع الشركات سياحية وهم اللي يضبطو لك الموضوع اعطاني اسماء شركات سياحية وتواصلت مع واحدة من الشركات وطلعت وطلعوا لي الفيزا بعد ستة شهر طبعا شان الطريق انك تروح كبيرا الشمالية اول شي تروح الصين العاصمة بكين وتقعد مع المرشد السياحي كوري تبع الشركة السياحية نفسه ويشرح لك شنو تسوي شنو ما تسوي شنو الممنوع شنو الممنوع شنو اللي العادي طبعا الفيزا ورقا عادي واقع خارجية حاليا الدول اللي تستعمل واقع خارجية وما تختم على الجواز دولتين اللي هما ايران وكوية الشمالية ما يستعملون ختم على الجواز وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية من قبل ورات المتحدة وعشان يغوجون حق السياحة حقبل بلدانهم لان الختم ممكن يعرضك المشاكل في بيز اخرى نعم فلما قاعدت في الصين قاعدت فيها تقريبا اربع ايام وايضا استقبلني واحد من الشباب من طيغي اللي يعطيه لعافية اخوي عبد الرحمن الهاملي نعم استقبلني عنده في شقةه وهو يشتغل في قطاع النفط انهي بالكويت وكان رايح دوره فقاعدت في بكين وقاعد معاي المرشد السياحي وقاعد يقول لي شنو اسوي شنو ما اسوي طبعا من الممنوعات ممنوع جلب الكتب الدينية القرآن الكريم فممنوعي بماي وكانوا معاي في مسيحيين اجانب قالوا لهم ممنوع تجيبوا معاكم البايبل او الانجيل كانت في حالة قبل اكثر من ثلاث سنوات واحد من السواح ياب معا انجيل ونسى ما فتشوه بس نسى الانجيل في الغرفة بالفندق مسكوه بالمطار وتعرض للسجن سنتين رح الله الدولة تقول لك شو أنا الدولة واضحة معاك قالت لك اسمع كلامني ما رح تتعرض للمشكلة بس هذا هو يعني مثلا من ضمن الشروط قالوا لي لا تصور عسكريين هذا الشيء قصص المطبر بأغلب الدول انت لما تصور عسكري هنيني بالكويت أنا لما طلع التليفون من السيارة وصور عسكري بيمسكني بيقول ليش مصورني بسي ان انت عاد يوتيوبر وتصور خاف بعد بالغلاط بس لا ما يكون توجيه عليه اني انا صورة اذا بشكل عام عادي ما عندنا مشكلة بس امو كانوا محقصين علينا لا تصور عسكري فايضا في واحد من الاجانب كان معاي صور عسكري بلوي وتعرضوا للمشكلة بس بعدين طلعوه اوه عادي حان احنا مشكلتنا من يقول لك لا تسوي شيء ايو انت يسير فيك حلاص بسوي اركز عليه لا لا اراديا اركز عليه بالضبط يعني في سائح امريكي صارفتها مشهورة هذي وموجود لها وثائقي في اليوتيوب وهو حاليا متوفي بس هو شمس شمسوي وهو الحبيب رأى كان مع قروب سياحي نفس نفس وضعي لازم قروبات انتم لازم قروبات ما يسير شيء بروحك فلما راحنا لما راح الحبيب بالقروب مع مع القروب نفسه المجموعة قالوا له ممنوع انك تشيل الصور الموجودة واللوحات بالممارات الفندق يعني لوحة في ممار ليش شرت وخذيتها انت هني في الكويت لو تشوف لوحة داخل الفندق تأخذها راح يتهمونك انت سارق ما تطري على حد اصلا لوحة وممار فندق بدلت عشان لوحة ليش مكتوبة بالكوري وعليها صورة الرئيس وكوري يبياخذها الذكرة اي نزي خذائها كانت في كاميرات وشافوا ومسكوا وما اخذي لصورة الرئيس اي اي مجرم يعني اهو يعني هذا يسميه غباء للامانة لان اهو عرض نفسا للخطر وخالف قوانين البلد وانسجن اهو اتوقع كان وقته سجن عشر سنوات بس وهو الظاهر تعرض لتعذيب فما طول أقل من سنتين دزوه على أمريكا وهو في غيبوبه وأول ما وصل لأمريكا ما طول يومين ثلاثة وتوفى أنا متفهم أنه عذبه صحيح دولة ممكن سياستها قمعية وعذبت الشخص هذا ولكن أنت من أول لو ما سرقت اللوحة هذه ما صحتك المشكلة بس كان خلصت يعطونا الأرشادات لا تسوي كذي لا تسوي كذي واجد ولا شوية والله واجد من ضمنهم قالوا أي صور عندك لغئيس الكوري مسحة ليش لأن أغلب الصور لعب تليفونات نعني غئيس الكوري كلها صور ضحك اي فكلها صور على قولتنا اطنازح فقال وصونا للمسحة لأنه في أيضا أحد السواح لقوا عنده صورة بتليفونه ودازها لغفجة بقروب واتساب وردوا على ماس جنو ولكن ردوا على قرب طيارة فأنا ليش أعرض نفسي المشاكل خلاص أسمع الكلام حلو هذا اللي يدلون عنه ربعك مامي صورة للرئيس ما نزل المهم يمحفظ السلامة أعطونا الكتيب ثاني يوم واحدة المطار أعطونا الكتيب اللي هو الكتيب اللي هو في الفيزة وسافرنا على الطيران الكوري إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج طبعا أول ما وصلنا المطار طبعا طيارة طيارة حل طيارة يعني قديمة ولكن أعطونا وجبة وجبة غداء سندويجة مع كيك وعصير وال اللي لفت نظري المضيفات المضيفات الكوريات تحسهم كأنهم روبوتات كأنه جهاز آلي ما كأنه بشر طريقة حركة اليد والمشية والنظرات ما كأنه بشر الظاهر أن متعلمين صح متعلمين صح فطريقتهم قريبة بس الحلو أن يتكلمون إنقليزي الصين واليابان وكوريا الجنوبية دول متطورة ولكن ما يتكلمون إنقليزي تلقا مهنس ودكتور ما يتكلمون إنقليزي ولكن هل يتكلمون إنقليزي طبعا أنا سألت عن هذا الموضوع شو يتكلمون إنقليزي أهل البلد تركلمون إنقليزي يقول لك هذه لغة العدو لازم أتعلمها أف إيه لازم أتعلم لغة العدو منه العدو اللي هم الأمريكان فبعدا فبعدا إنما وصلنا العاصمة الكورية هنا صار لي موقف لا يحسد عليه أول ما وصل طبعا هنا أنا مسافر مع صديقي بو يوسف العازمي خاد العازمي أيضا حالي حبي يستكشف دول زيد أنت مع القروب صرت يام ولا انفصلت مع القروبي شو مؤهد تقريبا ستة سبعة خلط يعني خلي إيه في فندق واحد في فندق واحد شو الموقف اللي صار لي الموقف اللي صار لي محفوظ السلامة أول ما وصلت أعطونا أوراق نعبي فيه بياناتنا المطار طبعا قبل ما قبل ما نطلع من طيارة الموضيفات أعطونا أوراق يلا عبوا البيانات طبعا فيه فيه أسألة غريبة مثلا شم عدد البطاريات الخاصة بالكاميرا اللي عندك يعني بتي دي عرفت شغلات يعني فيه أسألة شوي غريبة جاوب طبعا أنا عبيت عبيت الفورمة كاملة قاعد أدوّع الفيزة ما لقيتها أسأل صديقي بيوسف بيوسف وين الفيزة أخاف عندك قال لي لا والله مو عندك آي هذا فيه استماعي وأقعد أدوّع 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 بالطيارة والناس انزلوا وأنا أدوّع وما لقيت الفيزة أوف أيوالله والسمعة البلد يعني أنا وصلت إلى أحد أخطر دول العالم بالنظام 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 ولكن بدون فيزة يا ساتر أنا قاعد أفكر شنو بيصير فيني يعني تخيل أنا واصل كل الشمالية ما عندي فيزة أنا إذا رحت أوروبا بلندن وما عندي فيزة يسجنوني بسجن المطاوي حقوقهم معي يردوني في أقرب طيارة فما أبارك في كل الشمالية اللي على صورة رئيس عشر سنوات بالضبط فهني أنا قم تحاتي وقمت أفكر بس أني شون أرجع الصيمة مرة ثانية هذا الحين تفكيري بس خلص وقلت حق المضيف ولا شي حاولنا مني وإناك ما كفايدة دورت بلجون دورت تحت الكراسي ما كفايدة طبعا أتوقع أني أنا أنا ممكن نسيتها في المطار كنت أضاهق قاعد في هذا الكافيهات في الصين في داخل منطقة الحرة واحتمال طاحت مني ولا نسيت لأنه كتيب وغمو مستكر فالي صار الناس الحين بالطابور واكفين خلصوا بالجوازات نحين دوري سويت وحي لهي ما أدري طبعا أخر واحد أي أخر واحد خلاص صديقي العازمي نعطرني سايد الثاني قلت على لأني قلت له خلك ممكن أحتاجك كان وظفة تقول لي وغز دفيزة قلت له خلاص أنا نحين صريح معها ما رح تألف ودوغ عليك I lost it خلاص ضاعت مني استغربت شون ناسيها مني منها كان تحولني على ضابط الشيفت نفسه ويدخلني عليه ويدخلني على الضابط دشيتي غرفة الضابط ولا بويهي أول يعني هذي خير تختار على طول أول ما دش غرفة ولا صورة رئيس كوري أقول لك عقوبة تأذب الفيزة ناسية الصورة رئيس بويهي والغرفة الديكور ما لها كان فيلم أبيض وسود الديكور قديم وحتى الدفتر الأحوال الموجود لوراق صفرة قديمة والله هني حاشتني حالة رعب حاشتني حالة هلع شنو ممكن يصير فيني وهذا هذا لنا كبير بالسن فما يتكلم إنقليزي هذا الضابط مع العقوبات اي فأنا الحين قد أفكر شنو كنسوي طبعا ظليت موجود تقريبا ساعة كاملة وهو بس قاعد يكتب 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 وهي وأنا شي ساقد شان يقول لي بما معناه وين المسؤول عنك المرشدة السياحية والمرشدة السياحية طلعت ولا في مرشدة سياحية ايها كانت ناطرتني والقروب بكبرى كان ناطرني بسبتي تأخير فصديق العازمي قال لي ها تحتاج شيء قلت لا لا والله ما احتاج بس خلك يمكن احتاج منك طبعا ما في لا انترنت ولا في سحب نغدي كينت وهذا واتي ام والبلد عموم ما في نت البلد عمومة ما في نت ايه ما في نت ما في شبكة فعلشان شدي انا بلغت اهلي قبل ما اطير من الصين انه تعالنا راح انقطع عنكم ايام انه راح اكون في كل الشمالية فاهلي يدرون ان جهازي او النت ما راح توصل معاهم تلفون زين تلفون ولا تلفون شون عايشين البلد البلد عايش اذا في تلفون داخلي بينهم ما في دولي تمام بالمهم فش اللي صار طبعا كلها اعطاها تلفوناتهم هذي بوليت اغفتها ايه بالمهم فايتني المرشدة السياحية قالتلي ما اللي صار قلت لها والله لي صار كذو كذو قلت لها بس في شغلة انا انا اصور الفيزا بتلفوني تفيدتك انا اقول اكيد تفيدني اعطني الصورة شان اعطيها التلفون شان اتوقي حق منو حق الضابط الضابط كان معصب ووجهه محتقن وهذي خايفة انا قاعد طالعهم يا ربي هذي قاعد يقولون هذي قاعد تصرخ وهذا قاعد يصرخ وهذا وجهه محتقن وهذي وجهه احمر وانا بالنس قاعد طالع وخايف شان اقول لها بما معناه يعني ان شوفيلي اقرب رحلة عشان اروح ولا ادخلكم هال المشكلة بينكم بين بعض انا عيني على الضابط عين على الضابط وعين على هذه المرشدة وفي عين وفي عين على غيس كوري فوق باللوحة باللوحة فالحين قال يا الله ابي امشي بس بسلام اخر الشي بعد البنوشات بالاصراخ كان اطلعن عني كان تقول لي يوسف اريد ان اقولك ماذا تكفين ان انا افتاق ان اقولك لطلع لطلع لقد انت لأنفسك حسن ماذا لأحتاج اذا سنت اخطأ نورف كوريا طبعا ما يقولون فيورية يقولون كوريا بس if you want to enter korea you have to pay fine اللي هو مخالفة okay how much بما يعادل 300 دينار كويتي تقريبا اقل من 1000 يورو بس قلت لها احطا قلت لها اوكي I pay and I go inside no problem شان تقولي no problem اوكي انا الحين ما عاي دولارات امريكية ما معاي يورو من اللي عنده يورو العازمي شان اقول لابو يوسف عطني الحين اليورو اللي عندك بسرع عطاني وروح دفعتهم وسجلي مخالفة برقى قديمة صفغة وعطاني ايها وستجل بدأ فتغل احوال قلت لبس that's it شانكو that's it اللهم لك الحمد يعني الحين زين جتها الفلوس وزين بعد دولارات امريكية جايبها هناك لا انا اهمة قالوا ياتيب معاك دولارات او يورو عادي دولارات عادي عشان تخرد داخل البلد طبعا الكوريا الشمالية عندهم عملتين عملة للسياح وفي عملة له البلد ممنوع اني اخر عملة من له البلد ممنوع اذا اذا شردت شي راح يرد لك شي بالسواح عملة السايح عندهم فاهمة حتى الاماكن انت ما يصير تروح بالشارع تشتغي من واحد بالشارع ما يخلونك لازم معاك موشد سياحي واذا تتشغى شي لازم موشد سياحي هذا معاك يوديك حق مكان اساسا عنده خبر انه فيه سياح بيون هنا فعنده مبلغ يرجع لك على السياح يعني حتى بالسياح شوي صعبة بس شوف هذا قلت لك الموضوع الفيزا انطباع صجلنا اصاب مشكلة بس فيه انطباع ايجابي ان كوريا الشمالية اتساهلت معاي وقالت لي يلا ادفع المخالفة واندخلك بلدنا هل هذا الشي ممكن يصير في اوروبا طبعا لا اوروبا بيقول ادفع ت wasted أنت مو عندك شنقن طبعا لا احقك هلا اوجع اوجع واجع بديقتك على قلى طيره بالضبط فا اندمجنا على طول بتغحلة وقحنا سكننا في فندق جميل استايلا قديم يحسسك بالسبعينات انا여 ما عishت هل الزمن فل Carry fu لكن Lemaste و لكن nessك فعليا هناك طريقة الاثار طريقة حركة الناس والديكورات شيء شيء غريب شعب جدا طيب ومسكين أساسا المكان نفسك هو الشمالية رح تحس والله شوف هذا الشعور ما حتحسه إلا اللي راح رح تحس كأنك في فيلم قديم كأنك دخلت في آلة زمن ورجعت إلى سنوات قديمة لا في نت ولا في شيء الناس معتمدة على الزراعة وعندهم سينمة قديمة أيام قبل الجهاز هذا اللي يشتغل معتمدين كله على النظام القديم حتى السيارات نفسها قديمة كانت تجربة جميلة شميع مقعتو فيه أربع أيام أربع أيام قعدنا أربع أيام زين أربع ثيام بدون انترنت شو أنا تصدق أن هذا الشيء كنت خايف منه لأنه خلاص إحنا صرنا مدمنين انترنت ما لازم تقعد منهم تفتح الواتساب تفتح الانستغرام خلاص صرنا مقيدين بالانترنت وصار شيء مهم فعادي أنك تقعد الحين بدون انترنت يعني تعود عادي يعني ما أقول لك عادي الحين حين وقت الحالي ما أقول لك عادي لا الأمانة ولكن بوقتها إحنا كنا مجمري 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 بسلامة بس بس في شغلة صارت لنا حلوة حسينة فيها أن أنا وصديقي بيوسف قمنا قمنا نطالب بعض آي كونتاكت أنت حينما تقعب دوانية الشباب ماسكين تليفوناتهم كل واحد لا يعني الثاني ولكن في كوية الشمالية طبعاً راح أقول لك في دولة فريقية سمها إغترية هذين الدولتين نفس 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 بعض ما فيهم لا انترنت ولا فيهم سحب من مكاين فهذين الدولتين أنا لاحظ فيهم شغلة الشعوب دائماً بهذين الشعبين يطالعون بعض آي كونتاكت يحبون يسولفون مع بعض ما في شي لهي تواصل باشري ما في تليفون قاعد لهي فهذا لاحظت أني أنا وصديقي أبو يوسف قاعدين نسولف الساعة سبع ونص ثمان بالليل إحنا نايمين قاعدين نوم النوم الطبيعي اللي نفس قبل أيام قبل ما في سهر حين تسهر تليفون كنت طالع في تويتر أخبار وغيره فهذا الشي كان جداً إيجابي حتى لما تقعد من نوم الصبح ما تفكر أنك تمسك تليفون وكتشوف من دازلك ومساجات لأنه ما حي دازلك خلاص خلاص بس فأنت بالك مرتاح عطاني يعني كانت تجربة حلوة عطيتني درس حق بعدين الحين ما قدر أقول لك أني أنا قدر أعيش بدون تليفون ولكن إذا حقيت بموقف خلاص أنا عارف شونا تصرف زين فكرت تزور أحد الدول هذه مرة ثانية طبعاً إيه يعني عندي كانت لي خطة أني أروح العراق مرة ثانية في مدن ثانية بس تكشفها بس أزمة الكورونا غير العراق غير العراق بدي أرجع على سوريا مرة ثانية ما نزرت حلب ما نزرت اللاذقية أبي أزورها عندك اليمن موازقة صنعة ميت وزور صنعة وفي مدن شمالية جميلة ودي أزورها إذا لو قلت لك صنعة بكرة نروح لها بس في ظل الوقت هذا تروح طبعاً نروح لها شمال واحد عافية لك اللي راح تكون يا شمالية تون عليك صنعة والله شوف الناس تقول لي أنت ما تخاف تموت زين بعد ما تقول الله يحفظك أقول لي يعني أجاوبة أجاوبة مختصرة أقول لي وهو مكتوب علي أنا وين بموت سواء بالكويت أو بغا الكويت يعني إذا بالكويت يعني قاعد تشوف أنت في ناس قاعد تموت لأدفه لأسباب واحد عندنا الخامس قاعد يسوق ما لا يشغل بشيء ويأي لواحد من وقت طائر ويشفيه ويموت ولا تدري في أي أرض تموت نعم زين بشكل عام أبيك يتغيم لي دول اللي بذكرها لك من عشرة من أين ناحية تغيم عام عام حنا سمعنا التفاصيل لكن نبي تغيم عام كوريا الشمالية سبع سوريا سوريا والله أحسن حلوة قبل بس أن نتكلم عن الوقت الحالي سوريا إيمانيا العراق تسعة لا شكلي بروح يأكل نزين دول اليمن اليمن ثمانية ونص إلى تسعة دول أفريقية دول أفريقية تتفاوت بس يعني غالبا أعطيها ستة طبعا ما تكمل عن دول الشمال أفريقية مثل مغرب وتونس وجزائر إلا على اللي رحت له إي يعني القابون وهذه كلا أعطيهم ستة يعني ساوتومي أعطيها أعطيها ثمانية لأنها تستحق السفر أو تستحق الاستكشاف ثمانية تستاهد زين باقي لك بس تروح الأمازون آه ما فكر الأمانة قارة أمريكا الجنوبية إلى الآن ما زغت ولا بلد فيها بس أنا إذا بزورها بزورها صح لا أنت على الدول اللي رحت لها ما تبي لوس أنجلوس ما تبي لا أنا تبي الأمازون شو العواصم الحين الحين بوقت الحالي إذا أنت رحت العواصم أي دولة ما رح تستمتع كثر ما تروح لغياف لغياف يعني مثلا أنا رحت مع هالي طبعا عشان ما أنسى أنا لازم أخصص رحلات إلى حق هالي ما يصير بس أفكر بنفسي وأفكر في رحلاتي الخاصة لا أيضا أفكر في أهلي وأفكر أني أمتعهم وأسفرهم فكل سنة أوديهم دول سهلة وفيها قابلية أنك تسافر فيها مع أهلك فرحت معاهم من رومانيا من رومانيا العاصمة اللي إيها بوخارست مو نفس المدن الخارجية بوخارست عاصمة عادية مدينة عادية وبعدين بس لما طلعنا منها رحنا بغشوف والمدن الثانية هني أهلي نفسهم استمتعوا حسوا بقيمة السفر الفعلية فالعواصم حاليا بأغلب دول العالم عواصم يعني مملة مملة وخلاص صارت متشابحة صح صحيح كلها كلها متشابحة سيد يوسف صحيح يعني ما فكرت تسافر على لقولة أخواننا السعودين الدباب احنا نسمي السيكل بالعكس أنا بالنسبة لي ما يمنع أني إحساثه في السياق وستشك في دول العالم ولكن أنا لأنني موظف في إحدى القطاعات القطاعات الخاصة هنا بالكويت بالدوام فقاعد يلزمني في وقت محدد للإجازات دايما السفر في السياق يبيلك وقت طويل تأخذ لك شهرين ثلاثة عشان تأخذ راحتك صح أنا شوفها مناسبة للمتقاعدين أو للمتفرغين إذا أوه متفق رحال عشان تي أنا ما أسمي نفسي رحال أنا أسمي نفسي هاوي استكشاف لأن أنا موظف وأيضا عندي هواية السبب ماذا متفرق تفرق كامل لو متفرق تفرق كامل سأقول لك أنا رحال عرفت عصر الله يكتب إن شاء الله آمين آمين ونترى بيني وبينك عشق هذه الهواية ما شاء الله رح نضبط إن شاء الله رحلة إلى بغداء بإذن الله أتخذنا والله أتنونا أخوي أستاذ يوسف كلمة أخيرة في هذا اللقاء الله يحفظك يا محفوظ السلامة كلمة أخيرة أنا أقول لك السفر أنا أشوفه مدرسة طبعا أنا ما أتكلم عن السفر المعتاد ليه وان أنك تكتفكره وتروح دول سياحية معروف لا 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 هذا يعني أنا أشوفه ما يضيف قيمة فعلية لك أنت كشخصيتك فكر لما أقول لك والله يا فلان تروح أفرانستان لا تتردد نقول يلا توكل على الله روح إذا أنت سافرت الدول هذه الغير معروفة سياحيا رح يتحسن فهمك للثقافات الثانية في عالم أعتقد يوناني اسمه أوغوستينوس بترجم لك بس المقولة اللي قالها يقول لك العالم كتاب العالم كتاب والناس اللي ما تسافر فأنت وشنكم قريتوا صفحة واحدة من هالكتاب عشان يعيبين لك شنو أثر السفر فالسفر يخليك واعي بالعالم والسفر يخليك يعني أيضا يعني شغلة أخيرة السفر رح تخلي الناس تفضل تسمع سوالك وتجاربك يعني بما معناه بالكويتي عندك سالفة صالفة الناس تحب الغصص أيوة الناس تحب الغصص وتحب تسمع قراءة بالغصص بالضبط نعم ليش نسافر تغيرك جسديا رح تضعف دايما اللي يسافر يرد تلقى ضعيف من المشي نفسيتك تتغير لازم أنت تسافر عشان تغير نفسيتك تنسى أهمومك هم الدوام وغيرها تكسر الروتين هذا صحتك تتحسن طبعا أنا أقولك هذه الكلام من دراسات فعلية وتجاربا أي صحتك تتحسن تبعد عنك المراضي القلب القلب تعالج الاكتئاب والقلق عكس قاعدتك مثلا بالدوام طول يوم قاعد بالكيلسي ومجابل الشاشة وغيرها وعملة تكسر الروتين حياتك بالوقت الحالي قاعد أشوف أنا المتزوجين تلقى كله مكتئب وزعلان ومشاكل زوجية وعندنا نسبة للأسف نسبة طلاقة كثيرة تلقى ما يتحمل وعصبي دايما كثير من المتزوجين عايشين بضغط نفسي وتلقى عنده عيال وتلقى الأعصابة طول وقت تلقى الأعصابة تلفانة أنا هالناس هذين هذين الفئة هذه أنصحهم أن يسافر اكسر روتين يمع فلوس سفر أهلك سفر عيالك روح لك جزيرة روح لك دول غير نفسية السفر السفر خلوة مع النفس الله عليك صاد يا أخوي جزاك الله خير وأنا آسف جدا عليك طالة نحياك الله وتشرف أنه استمتعنا وأستاذ يوسف الراشد الله يطول لأمرك وسلمك تشرفنا في هذا والله لا يشرف الله يطول سلام عليك معسى